يعني بسهولة انت تقدر توصل التشخيص حتى لو كنت مخادع حتى لو مو حقيقي واحتمال كبير تخدع مثلا طبيب نفسي اذا انت بس مثلت العراض بس بالتحليل انت ما تقدر تخدع ليش اهو اول خلنا بدي في تعريفي ليشنو تقليدي علشان الناس واي ترى تفهمني غلط وما يقول انت قد الزواج التقليدي انا اقصد الطريقة التقليدية اللي ايه صراحة يعني كانها امسح واربح الطريقة اللي انت ما تعرف الشخص ولا هو يعرفك عدل ولا صار بينكم تجربة فيها تعارف فيها كل واحد يفهم الثاني شون تقبل بناء على قاعدة قاعدتين ولا تي مثلني الابوئي سألنا عن الولد خوش واحد في الطبيعة البشرية ما في شي اسمه خوش واحد في انت كمحلل تقولي سألنا عنه خوش واحد كلام هذا يعني مهزل علميا شلون يعني خوش واحد سألت صديقة اكيد بيقولك شغير سألت واحد يكرهه بيقولك الاكس شل المعيار قاعدت قيس عليه انت بتزوج بنتك من شخص وبتكمل معا حياتها وطبعا انت كابو المسؤولية عليك اكبر اليوم احنا لما نصلط الضوء على هذه المفاهيم احنا قاعد نصلح بشكل اكبر المجتمع ككل انا شوف مشكلتنا او مشكلة الاجتاد انه ما كان عندهم خيار في الاختيار ممكن هذه الجملة اللي لازم تحط عليها خطين لا خيارة في الاختيار تلقي عنده واحد ايه تحبه وعايشة معا قصة حب ومعامل سنوات فهي تبي اصلا زوجة تتزوج وتفتك الازدواجية هذه موجودة عندنا بشكل كبير ترى مو اني مو قصة قصتين والرجال علم الرجال عبالهم انهم متعددين بس وعالم النساء الحين صار كذي انا شوف اكثر الناس تم تشويهم في مجتمعنا هما الرجال طفولتهم وهذا التشوه هما مارسوه بشكل واعي على النساء وصار عندهم قهر للنساء يعني اذا كان هذا الرجل فعلا معطيه وعود في الزواج واخر شي بعد ثلاث سنين انسحب وبعد شهر شهرين تزوج انا ما اعدى مع الرجال اعدى عبد الطفل السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جلسة كاركا لتقيكم انا محمد الهنائي في الجزء الثالث من سلسلة دكتور يوسف الحسني اهلا دكتور اهلا فيك محمد يا مرحب فيك الله يشعر طبعا هذا الجزء هو تعجل لظروف كثيرة بحكم ان الدكتور يوسف كان يعني موجود في دولة او في قارة مختلفة ونحن في السلطنة والكويت تجمعنا والسوديو النجم ايضا يجمعنا اه تكلمنا في الجزء الاول عن قصة نجاح من بعد الاكتئاب والجزء الثاني تكلمنا عن اللي هو كتاب عقدك النفسية سجنك الابدي وفي هذا الجزء بنركز على العلاقات العاطفية والزوجية بس السؤال اللي يطرأ للذهن وانا لاحظت من خلال طرحك وكتبك دكتور انك انت دائما ما تركز على اللي هي المواضيع الزوجية ليش شوفوا لو نبديها من البداية محمد تذكر من حواراتنا الاولى والثانية احنا دخلنا في موضوع عقدك النفسية سجنك الابدي كعنوان وقلت لك انا موضوع العقد النفسية بالاساس كان شادني وبحثت فيه وتبحرت فيه لانا كنت ابي عرف وين الانسان يقدر يكتشف عقده او شنو هي البوابات اللي توصلك انه تحرف انه انت عندك العقدة الفلانية طبعا هذا منهم تجربتي الذاتية شون انه انا بعرف شنو مريت فيه اللي عشت من بعد الاكتئاب اكتشفت نفس ما قلت لك ان الاكتئاب ما كان هو مصدرة انه هو مرض نفسي لان انا يعني عانيت منه او صار فيه خلل مفاجئ في النواقل العصبية وفي وجهة حاشني اكتئاب لا كان فيه عقد نفسية فيني انا وفي الجميع موجودة لكن ما كنت واعي ان هذه العقد موجودة انزين شنو اكثر مكان وانا ابحث اكتشفت انه يظهر العقد النفسية او تكون جلية وواضحة وتكشف الانسان العلاقات العاطفية بشكل عام انا اشمل فيها العلاقات الزوجية تكشف عقد الانسان شون تكشف عقد الانسان خلنرجع شوي للماضي خلناخذ اي قصة بسيطة احنا الفرد فينا احنا في المجتمع العربي بشكل عام تنولد وانت صغير طريقة تعامل امك ابوك اسلوبهم في تنشئتك يلعب دور كبير في تكوين عقدة مثلا طبعا مو بس اسلوبهم معاك اسلوبهم حتى مع بعض يعني ابوك مثلا كان دايما كل ما تي بتقول لي يبعنا طايقت يبعنا تألمت انزعيشت يقول لك ما عندي وقت مفاضي لك لا تزعجني لا تعور لي راسي تبدي انت تبدي تحس ان انا مشاعري قاعد تسخف تروحك امك اي مكانة بتطلع تسلط مثلا والتسلط يكون مثلا انه ممنوع ما يصير ما عندنا هلا ماكن تقدر تروح لها سواء انت رجل او ابنت انزعينا هذه الامور كلها تزرع داخلك مثلا الام ممكن عقلة التسلط او اسلوب التسلط تصنع فيك خضوع الابو يصنع فيك عدم قدرة على التعبير لانك قاعد تسخف انزعينا الحين انت تكيني تكاعد معاي يعني بحالة اكتئاب بس من اي اراجع انا شنو انت مريت فيه اشوف انت وانت بحالة الاكتئاب انت ما تعبر كلش يعني انت وقاعد معاي تتكلم ما تقول احساسك ما تقول انا دكتور فين اكتئاب مش لون اكتئاب والله يعني قالوا لي مش تشخصوني اطباء انا فيك اكتئاب وقالوا لي اخذ الحب اللي فلوني انزعي شنو قصتك والله دكتور يعني ما في شي الحمدلله حياتي كانت طبيعية طفولتك سعيدة جدا يتكلم كأنه ما في شي بس الاحظه ويتكلمه ما يعبر عنه ولا احساس انزعي بنفس الوقت وهو يتكلم عينه تحت تنزل عينه في الارض اطالع عينه بعين دايما يتلفت مو يتلفت بطريقة مرضية يعني لو تقعد معه انت ما رح تحس ان هذا الشخص عنده مشكلة بس عينه شديد نزل عينه طالع نزل عينه هذه ملاحظاتي اتكلم معه زيادة يقول لي ايه والله انا اذا احد تواجه معه لا تكتور اخاف انا ما اواجه كل شي يعني موضوع المواجه هذا لها مصوبي اكبر رأسي انا دايما اكبر رأسي وعمل الناس باخلاقي اقول لي شون اخلاقك يعني يعني ما ترد اذا واحد تطاول عليك بدواني يضحكوا عليك ايه ايه لا اربي حاسبهم طبعا هو يقول هالكلام هو مو مستوعب انه هذي نتاج عقده نزل هذا الكلام الحين اتناقش فيه معه وين انا اول بوابة اكتشف فيها اقول لي شون علاقتك مع زوجتك الحمدالله تمام ما في شي دايما انتذي مايعبرون ما في شي كل شي تمام اقول لي زل سولف لي مواقف والله دكتوري ما ترضى امي اتأخر برا البيت وتتحاوش معاي اقول لي شون تحاوش معاك تسبني هو عادي يعني اتدري بناته اضوف لها انزل بعد والله طريقتها في التعامل بشكل عام ما تحترم حدودي كلش ما في اصلا انا انا بالبيت يعني دائما انا اللطيف انا اللراعي وايه اللي تتماده انزل بعد اعطني بعد يقول والله انا هم حتى في الجانب الجنسي انا احاول ارضيها 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 وانا ما سوي شي حصلا حق نفسي بس طول الوقت هي ناقمة نكدية سلبية قط علي كلام وانا احاول اثبت لها نفسي اكثر واكثر اقول لي زين هذي الكلام ما صار قبلها مع امك لما كنت مثلا في الدراسة مع ربعك تحاول دايما تثبت لها نفسك قال ايه والله اتحاكي اللي دايما تجري ولما تقول كلمة دايما ننزل رأسي في الارض وما ارد لان ابي علمني اذا رديت على امك انت انت انسان مو محترم وابوي حسن ما نقدر نرفع صوتنا انا ما لنا صوت في البيت انزلني الحين انا الخلل هذا لو ترجع طالع القصة بشكل شمولي وين الخلل بالاساس الخلل من اول شي طفولته بان عندي جلي واضح بحلاقة العاطفية مع زوجته واضح انه كأنه اللي اختارها انعكاس اللي عاشه كطفل انزلني بيّنت عندي انه اذا انا ما كلمت بولا شي لو ده الشيط على طول معه بالعلاقات العاطفية هو مو يوني في اكتئاب هو للحين انسان ما يحس انه في شي وشفت برا قاعد تسالف معه وقالي دكتور انت تطرح امور في العلاقات صح تصدق انا مع زوجتي تري انا شوف انا حتى تعمت في السوشال ميديا انشر مواضيع العلاقات بشكل اكبر مع انه انا تخصص الاساسي تحليل نفسي ان انا شنو القصص اللي وراء الكواليس شنو خبايا النفوس مو الجانب بس الامراض والاعراض الخارجية لأبي تحت الامراض لان انت الحين لو تكلم طبيب نفسي ممكن تخدع ان فيك مرض انت ما فيك احفظ الاعراض وقولهم كل ستة منهم خمسة منهم اقول لا انا والله ما اقام هالفترة ما اقعدها كالعدل نفسيتي تعبانة يعني شهيتي مغلقة انام كثير انام كثير ما عندي شغف وايد يقول لك والله هذا يعني انت مو اخذ دواءها الفترة الاخيرة لا والله ما اخذ اي ادوية او مخدرات او اي شي ثاني انت ما فيك مرض عضوي بحث يشوف الغدة الاشياء الفيتامين دي ما فيه خلاص تفيك تيام يعني بسهولة انت تقدر توصل التشخيص حتى لو كنت مخادع حتى لو مو حقيقي واحتمال كبير تخدع مثلا طبيب نفسي اذا انت بس مثلت العراض بس بالتحليل انت ما تقدر تخدع ليش انا حتى التحليل عندي دايما اقول احد الاستشارين في الطب النفسي اللي يعيز عليكم دايما يقول التشخيص ثم التشخيص ثم التشخيص وهو اهم شي وبدونه ما رح تقدر توصل نتيجة انا المقولتي صارت لا التحليل ثم التحليل ثم التحليل لان حتى لو عرفت التشخيص وانا ما عندي شنو تحليل القصة ما رح يكون عندي في فائدة ما رح عالج انسان تشعبنا شوي في الموضوع بس لانه هو صراحة موضوع كبير نرجع مرة ثانية الحين الخلل وين صار الخلل بالفرد بالاساس احنا بمجتمعنا العربي الخلل يصير بالفرد من طريقة التنشئة ينتقل الخلل او يظهر خلله في علاقاته فانا اسهل طريقة عندي بدل اقوله انت تعال عندك مشكلة تعال سولف لي عن علاقاتك عاطفية اسرية شون علاقتك مع صداقاتك شون ربعك يكلمونك طريقة تعاملك معهم تلقي تكشف من كل جانب تكشف العقدة هذي والعقدة هذي وهو ما يدر انها عقدة وهو عبارة هذي اشياء عادية تراكم السنوات تخلق تخلق يبدأ عادية نوبات هلع اكتئاب قلق وبعدين لمنيلك يقولك ان فين يقلق وهو ما يدري اصلا ان هذه الاشياء مرتبطة وهي الاساس بس اي خارجيا تظهرك انها امور فرعية بلوية يمكن تكون غير مهمة كثير حتى اخصائي نفسين يروحوا لهم الناس يقولهم يعني يوني حالات كثيرة تقول لي دكتور اخصائي نفسي قال لي انت ما فيك شيء خلاص يا اخي الطبي بنفسي يعطاك الدواء انت الحين الاكتئاب افضل بسيقلت ليش تيني بعد ما عندك مشكلة ليش انه ما كتحليل فهو الحين انا اهتمامي السؤال الرد عليه اهتمامي في العلاقات العطفية والزوجية لانك كمجالي هي تكشف لي العقدة النفسية وفي مجتمعنا دام في خلل انت دام عندك خلل كفرت مستحيل تقدر تبني علاقات متزنة يعني طول الوقت علاقاتك راح تكون في خلل ورح تعتقد ان المشكلة في الناس ويمكن تلومهم ممكن تلوم الصديق اللي اصلا ما قاعد يطلع معك فترة الأخيرة بدون ما تلاحظ انك انت وايد تبالغ انت تتكلم معه انت عندك كذب مرضي وتعود تتسوي شذيع علشان تحصل على التقبل والكذب المرضي شي ترى جدا مخادعيني ما يظهر بشكل مباشر كذب المرضي انت ممكن تقول مثلا ممكن اقولك محمد تدري اليوم انا يعني مرة تلقى بيدي مثلا وردة جايبلك اياها محمد انا اليوم والله ما رضيت يوم نزلت المكان لفلاني عشان اخذلك الوردة هذه ويتلك معنا يمكن في الواقع انا اصلا مار بالغلطة من المكان شفت وردة قلت يلا مارة واحدة فلما اعطيك اياها اوظف حقيقة حقيقة اني انا خذيت وردة لخدمة كذبة ان انا مو ريابها بس عشانك ورايح المكان عشان ما صار هالكلام زي دكتور ايش دوافع هذا السلوك شوف الكذب المرضي تي من الطفولة لمن انا ما قدر اكون صريح مع امو ابوي فيصير دائما لازم انا ما اقول الحقيقة او الف ودور فيها او اقولها بطريقة غير مباشرة عشان ما احاسب على خطأ وتلقي الناس اللي شديد ترى هم انا قبل ما اسمعوا صغير كذب مرضي يقول اوه تلقي حالة من عشرة الاف احنا مجتمعنا يمكن من كل ثلاثة تلقي واحد ليش ان هو هو يتكلم تعرف اللي يقعدون مثلا باي مكان يبالغ في الطرح يعني ما يتكلم يطرح بمبالغات ما يطرح بواقعية هذا عندك كذب مرضي اللي يوظف حقائق لخدمة كذبات اللي مثلا ممكن انت بشكل عام في التعاملات يعني عندك في ناس في ناس لما تقعد معهم يقول يعني يقولولي حتى مثلا زوجات ساعات دكتور زوجي ساعات يجذب بأمور ما له داعي رايح الجمعية وهو رايح المصبغة يقولي انا رحت بسوي الشيء الفلاني هو راح يسوي شيء ثاني ما له داعي بس يصير عادة كأنني اعتيها كان شيء عادي بس فهذا مثال طبعا احنا اتطرقنا شيء لفرع الكذب المرضي بس يعني يمكن الحين اتوقع الصورة واضحة حتى انا شخصيا يوم بلشتك تشوف عقدي شفت بوابة العلاقات ايه بوابة اللي تكشف العقد لك واصلا شوف انا حين لما انت بتحلل اي انسان انا حين في التحليل اقول اترك عندك هذه الكتب انماط الشخصية وتقعد اتعقد نفسك في دورات مرتبطة في الانماط بسطها انا قسمتها ثلاثة وحطيتها في كتابي عقدك النفسية وعرف وجهك الغار قلت له انت ما تعرف ولا شيء في هذا العالم وعالم علم النفس ترى كثير حشو وقليل واقع يعني قليل منه جدا اللي انت فعلا تشوفه رياليستيك وممكن يطبق مع الناس ممكن انا هي اكلمك كمحمد وقلك ترى هذه الظاهرة معناتها شديد نفس ما قصلك توعى الكذب المرضي وممكن اتفلسف عليك ووريك انك انه شيء معقد جدا وهذا اللي قايا يصدر اليوم واعطيك مسميات واشياء بحيث ان انت تحس ان لا هذا اللي جدامي نفس ما قال علي الوردي يعني يوم كان اتوقع احد المساجد كان وسأل انسان عامي قال شني شني يتحدث في هذا الخطيب يقول وما ادراني ماذا يقول هذا العالم العظيم يعني هذا مثال على ان الفلسفة اللفظية او استخدام الكثير من المصطلحات واللغويات تحسس رجد دامك ان الموضوع ضاع او ما تدري انتش سالفه وهذا ممكن جزء من التحليل النفسي الواقع اللي قايا سوي انه اخليه واقع وسيط ترى هو واحد زاد واحد انت بتي تحللني مثلا انا حين قاعد محمد بحلله اول نقطة بركز هل هو سلبي لطيف ولا قوي زائف ولا هو بالمنتصف طبعا انا اطلقت هذه المسميات ليش ان السلبي لطيف هو الانسان سلبي مراعي للاخر على حساب نفسه لطيف ممكن تكون انت شخصيتك لطيف كانسان مراعي بشكل عام بس ما تكون سلبي تكون على حساب نفسك فاما تميل الى هذا الاتجاه او تميل الاتجاه الثاني اللي هو القوة الزائفة اللي يمشي يتقمص دور الوقاحة والتمادي والسلطوية كأنه هو هذا المصدر لقيمته واستحقاقه ويشعر منه بالقوة الناس كلها بالجانب الاول هذا تلقاهم حل يعني بين هذين الى ثلاثة المتزن مثلا اليوم انا صادفت يمكن الاخى عبدالله اليوم تشرفت معها سلمت عليه شونك عبدالله طريقة الكلام الاسلوب واضح في اتزام ما تكلم باسلوب القوة الزائف اللي فيه تعالي فيه نظرة دونية فيه كأنه ما يبيكلمك ولا اسلوب السلبي اللطيف اللي مراعي بشكل مبالغ فيه وينزل رأسه بالارض ياهلا والله ما يدل على الضعف ولا يدل على القوة الزائفة يدل على اتزام فهذا النمط رقم واحد شوف شون بشكل بسيط حلله نزل الشي الثاني هل هو نرجسي ولا متعاطف نرجسي يعني كلما صارت تستخدم في الميديا طريقة للناس تعقدت مقم التدري واللي عبالة طرابل نرجسي بشكل بسيط كلنا يحتمين عندنا النسبة من النرجسية كأطفال نحن نولد لازم يكون في جانب كنزعة بقاء يحافظ علينا يكون في نوع من الأنانية عشان تحافظ على هذا الكائن لنزل هذه النسبة قد ترتفع حسب التنشئ أمالتك حسب الظروف اللي انت تعيش فيها وتصير أكثر مصلحة شي نفعي تفكر في نفسك أول إلى درجة أنه مفارق معك لطرف الثاني ما عندك حساس فيه كلش الضمير يبدي قل أزيد التحايل التحايل يعني اللف ودوران أخذ احتياجاتي لنقول التحايل العاطفي معناته أنا راح ما أكون واضح في طلب حاجتي منك ما راح أعطيك إياها بشكل مباشر ممكن يوم أنا تأخرت قلت والله من الوالدة أنا تأخرت ممكن يكون هذا تحايل عاطفي لأنه أدري إذا قلت حق محمد ومحمد إنسان لطيف إذا قلت له شذي راح يسكت وراح يقول خلاص أنا ما أقدر أقول شي بس أنا غلطان كل الأحوال فلازم أول ما جيت إيه والله أنا أعتذر ليصار خطأ ما فيها السبب صح هذا لكن مو معناته أن أنا ما خطأت الفكرة الفكرة كلها بموضوع التحايل جزء من شخصيات النرجسي من يسونها بشكل تلقائي كأنها طبيعي نزين فكلمة نرجسي لو مبسطة بتكون هذه الأشياء نزين كل الناس فيها الأشياء بس كلمة تزيد النسبة عشان شي حتى أنا ما يقول حق مراجع يقول لا تيني دول هذا النرجسي فخلاص بهد ولهذا النرجسي ما بتكلم معه طالع النسبة المئوية هل أهو نرجسيتم أثرة إلى درجة إنه قاعد يسيء لك فيه إيذاء مباشر أنت مقادر تتعامل معه الأنانية بواصلة مرحلة إنه ماكو تعاطف ماكو احساس فيك أي شي تقول له هو مركز على نفسه فقط ولا لا أهو قاعد يحاول هنا ممكن نطرح سؤالي اللي هو كيف ممكن نقيس نسبة النرجسية شفت المعطيات اللي تواقلتهم فكرة أني أنا حس فيك أو أضايق فيه وائد نرجسين بس بنسبة منخفضة يكون إيه حس فيني ضمير أنا ما ودي يسوي هالشي بس يسوي في النهاية فلما تقعد ما يقول لك إيه والله أنا ما حبيت بس يعني طريت يحاول يبرحك نفسه يعني الإيذاء إنه هل أنا بأذيك بشكل مباشر ولا لا النرجسي يأذي بشكل مباشر مفارق معه النسبة إذ طافتها 50-55 إذا أقل ممكن يأذي بطريقة غير مباشرة وممكن ممقصودة ممكن ما يكون وائد متعمد إنه يبيعورك هذا الفرق يعني هي شوف هي تعتمد الحالة بس أنت تطالع هوليستيك يعني تشوف الشخص بشكل شمولي عشان تعرف نزلنا أنا الحين عندي لو نبسطها كذلك بيصير أنت المطالع أي أحد تقعد معاه بتقول هذا النرجسي أو متعاطف يعني تعاطف معنات أنت تحس فيني تقدر من داخل عندك جانب ودك تساعد يعني بنقولها بالعراب الفصيح وطاقتك خير أنه أنت إنسان فعلا من داخل عندك وايد استشعار بالناس عندك إنسانية طبعا نهم بنسب فكلنا تلقى نسبة شذي ونسبة شذي لشانا ما نحد يقول نرجسي 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 يقول لا أنت قاعد وايد يتعممها يعني خلاص أنا سويت معاكس لك واحد اليوم عادي أنت إذا قاري كتاب وتقول ها هذا جنة تحايل عاطفي معنات هذا النرجسي خلاص تهل الموضوع ومو تشاهل الموضوع لأن أنت لازم تقيس سلوكيات وتبقى تدرس عادي وتشوف هل فعلا تعكس هالشي أو لا إذا دكتور إيش علاقة النرجسية بالكذب شوف هي لا علاقة شوف إذا الكذب عندك دايما يبرر أو نسميه تصنيف مريح للكذبة يعني اليوم أنا قلت لك مثلا تذبت عليك وأنا مرايح حق أمي تصنيف المريح شنو أن يعني علشان أطلع نفسي من الموقف يعني خلاص أنا يمكن بعد أنا صد تأخرت عليه وأبي عذر ماشي الموضوع بعدين ما راح ما صار شي خير يعني تصنفت بشكل مريح فأنت تقدر واجد تصنف كذبات في بعض الأحيان أنت تضطر يعني في لقطات معين مثلا مع زوجتك مع أختك ممكن صج أنت ما ودك تجرح الشخص يعني أنا عندي الأخلاق واجد نسبية في الموضوع هذا يعني يعتمد على حسب الحدث مو بشكل مطلق خلاص أنا لازم أقول دايما الصج مثلا أمي مسوي وجبة اليوم وأنا الوجبة هذي مو هيت حبيتها إذا بكون صادق مع شعوري بقول لها بشكل باشر ما ما حبيتها بس لما بطالع الموقف بشكل شمول يعني يعني إيه قائمة من الصباح وتسوي وتجهز عشان زاد الملح شوي بقول لها لا والله ما عجبني يعني ما لا داعي ممكن يقول تسلم يد والله الأكل هذا ما كو ألذ منه وآكل وخلاص عديها بس على حسب الموقف يعني هذا مو كل يوم رح يصير بس بشكل عام البوينت واضحة نرجع لحنا هذه البنت البنت ممكن نفس ما قلنا توي يوم حل لنا النرجسية النرجسية عالية وممكن يكون عندها جان بسايكوباثك سايكوباثي سايكوباثي يكون أكثر عديم الإحساس صفر يعني ما يحس بأي نوع من الشعور فهو يقدر يطالعك يمثل الشعور ويكذب عليك فيه وهذه أحد صور الكذب المرضي أني أنا مثل مشاعر وكون صادق بكذبي وفعلا الكذب المرضي على الأجهزة ما ينصادون لما يحط حطهم على أجهزة الكذب ما يرمش عينه حتى دقة قلبه تزيد ليش؟ أنه فعلا من داخل يصدق في الكذب ويعيشها يعيشها معاك للآخر طبعا شوف الكذب المرضي تظهر ظاهرة هذه موجودة في الناس أو الشباب الحين رح نتطرق الشباب أو بنات بشكل عام الجانب الأخير بالتحليل احنا قلنا تحليل رقم واحد صادفت أنا مثلا عبدالله تحليل رقم واحد قلنا أن التزان هو لا سلبي لطيف ولا قوزاف التحليل رقم اثنين هو يميل للتعاطف في طريقة التعاملة لكن طبعا المواقف تكشف الإنسان أنا حين ما تعاملت معه كثير هذه امبرشن أول أو انطباع أول بس يمكن أنا لو أتعامل معه شخصيا وقعد معه الفترة لأنه يمكن ألاحظ سلوكيات نرجسية فأبدي أنا خلصة صنع الفترة أقوله نفس ما قلت لك الحلقة اللي طافت أن أحط الشخص تحت مجهر التحليل أنا ما أدر منه هو كل الناس ترسم صورة أول أربعة شهور بالتعارف سواء على شكل عاطفي على شكل صداقة ما يعني لو يطلع لي من وما كان الشخص وهالة القدسية عليه رح أظل أراقب ويكون ببالي كأنه في مقسمها قسمين قسم الصورة المرسومة كل ما يدعي الشخص عن نفسه كل شيء يقوله عن رغباته عن إحساسه اتجاهي والجانب الثاني يطالع المواقف مواقف إسقاطات إسقاطات قاعدت مع عبدالله بعد الحلقة وقاعدنا نسولف دخل بإسقاطات سخرية على أي شيء مثلا نعلق على الساعة بس بطريقة ساخرة أسجل عندي أنه ليش هل هو فكاهة بس ولا هو في شيء ولا أنا معاجبة فهمت يعني حاول لحط بالي فجأة دخل بانفعال على شيء تافه قال شنو هذا حطي لي ما يهني إحنا قاعدين طاولة بودكاست وتحط لي ما يفوقها وإن قاعدين إحنا وكلمك أنت وطالعني شوي أشوف أنه ها ممكن هالشخص انفعاله قاعد يكشف شيء ممكن أنه داخله هم طريقتي موحابه عد حسب أني طبعا نقيسها لو كان هو صديقي أو إحنا مع بعض متعامل راح أطالع ردات فعلا بشكل تراكم وأول أربع عشر راح يبين إذا هو رايح صب قوزائف ولا سلبي لطيف ولا متعاطف ولا نرجسي أكثر الجانب الأخير طفل ولا ناضج طفل ولا ناضج يعني 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 أهو شيء وايد كبير واسع ممكن تكون أنت عندك عقدة طفل اللي هو أن أنت لازالت عندك سلوكيات غير ناضجة للحين في ناس عندهم عقدة طفل في علاقة العاطفية مع زوجته يعني يقول لي دكتور أهو بشكل عامل أول طلعت طلعت معه تصرفاته يعني وإحنا قاعدين فجأة طول الوقت هو إيده على بطني حكه استغرب يعني أنا من التصرف هذا لما دخلنا المطعم وهو واقع ما يطالع حتى القرسون يقول لي يطلبه يطالع الأرض جانب تجنبية بس جانب ثاني إني ليش أنت قاعد تصرف بطريقة فيها عدم نضج وقت الأكل وهو قاعد يطلب أوه هذا غالي أوه هذا ما يسوأ أنت شايبتنا أي مطعم وتوحنا في فترة الملجأ جانب عقدة الطفل جانب عقدة مادة شفت شون يعني نحلل الشخص فعقدة الطفل طبعا تشوف أنت بعالم العمل مستحيل يتخل بعمل خاص شفت الحين قاعد تسويتي وتسافر وتشتغل وتروح وترد وبهذا وبحطه عدل مستحيل يبدل هذا المجود لأنه من داخل أبي الشيء المريح كسول مسوف ما لا خلق ودائما الزوجات يقولون بالبيت دكتورة يقول لهم المكيف عادي بعد شهر يتصلح أنا قمت أصر المسؤول عن كل شيء ليش لأنه عقدة الطفل ما في مسؤولية ما لي خلقه هو موشي المسؤولية نفسه طالعا بحياته الشخصية مسؤولية الذاتية وهذا ضعيفة ماكو شيء هو قاعد يسوي مع نفسه بكل الجوانب يعني طالع جانب العمل كله قاعد من السدح أو يقول له كله بالدوانية جانب العلاقات ما يبيب دي المجهود مع زوجته قبل الله يتزوج حتى نفس الشيء في العلاقات العاطفية تصرفاته وايد يعني غير ناضجة ممكن يكون مندفع في المشاعر ممكن يكون مواضح ممكن يكون عنده كذب مرضي عادي هو الكذب المرضي يطلع وايد بعقدة الطفل عادي ألف قصص كاملة يعني عشان يوري البنت يعني مثلا يعني قصص كثيرة واحدة تقول لي والله دكتور زوجي يعني قال لي أنا طقيت فلان في الدوام لأنه تماد علي وأنا تعرفين ريليش ما يرضى فروحت صادمت معه وطقيته فتقول لها أنا عرف المدير احنا من نفس الدوام قتب قول له ترى زوجي يعني اعتذر عن تصرف زوجي فيوم كلمت المدير شاني يقول منه طق منه وكان تقول لي الدكتور شرح لي الموقف الطريقة أنت لو تسمعه تقول هذا بروسلي والصج ما صار شذي يعني طال على الأرض فهذه أحد اللقطات اللي مرت علي يعني بس الفكرة العامة أن اللي عنده عقد الطفل يخلق قصة حق نفسه حتى مثلا بعلاقاتها نقول علاقة عاطفية وقع يتكلم ممكن يبين أو يخلق فيلم عن قهوة منه أنه قهوة بالسلك الدبلوماسي ما يعطي اسمه أنه هو ترى عنده مثلا شغل خاص أو منظمة بس مو مصرح فيها أنه هو يعني يعرف ناس واصلين ويعطيكها بغموض دائما يتكلم بطرق فيها تعزيز واحد لنفسه بس يكون شكل طفولي والمشكلة البنات اللي ما عندهم إدراك عاطفي عالي ما عندهم تجارب يصدقون القصص ومنها بعده هو يتحايل على الحسب شنو الحيلة اللي بيسويها في القصة هذه دكتور بخصوص اللي هو العقد هذه هل هي مربوطة بعمر معين يعني هل ممكن نحصل شخص ثلاثين أربعين عند نفس هذه العقد عادي ستين لأن عطل الطفل أنت إذا ما نضجت في الجانب لفلاني ما راح راح تظل طول الوقت شنك تصل الحيل مثلا الجانب المادة إيش تقصد بالنصج أشوف النصج إذا إذا بحطك تعريف بقول كل ما الإنسان قيم تجاربة التجارب اللي تم تقييمها أهي اللي تخليك كإنسان تنضج كثير يقولون النضج مرتبط في الألم نزل ألم شنو ألم وجود تجربة من خلالها تتعلم وتتطور كإنسان المشكلة إذا ما عندك أحد يوجهك بعد التجربة أنت ممكن أبسطها نضج في عالم البودكاست أنت تحتاج تدخل تجربة تعيد تقييم اللي أنت سويته تشوف أحد ممكن تقعد مع خالد ممكن يكون هو خبرة أكثر منك ويقول لك تعال يعني محمد إذا أنت قابل للتقييم النقدي بدون ما تأخذها شخصي ترى طريقة الميكروفونات الجودة اللي أنت ما يسوى استثمر يا أخي ترد عليه أنت يا أخي لا بس أنا الميكروفون واي تسعره غالي هني أهوي ممكن يخليك تنضج بالمادة يقول لك لايبا ترى الجودة هي فوق القيمة أنت لازم تفكر كذلك أما إذا بتظل ما بيدفعني دينار وما بيدفعناك دينار ترى طول عمرك بتظل محلك لازم رسك لازم تجاسف شوي أوي شوى لك الحين عبد الله خلاك تنضج بالمادة إذا أنت واثق فيه أو عندك إيمان فيه خلاك تنضج في المادة خلاك تنضج فيه عمل أوي الحين ساعدك في أنك تنضج فيه عملك وفي المادة فصارت شنه منتر شنه مرشد إن زينتين تقعد معي تقول لي والله دكتور أنا بعلاقتي العاطفية تعرفت على بنت بالفترة الأولى لكن هي ما ترد بالأيام أنا نيتي أوكي أنا ودي أتزوجها بسنة كنت بدخل التجربة التعارف وهي قالت ما عندي مشكلة بس طريقة تعاملها اسلوبها مهملتني ما ترد علي ترد مرة باليوم بعد 7-8 ساعات من ما أكلمها بعدين تهدني يومين أقول لك بس ترى هذا يعني قاعد تعطيك اسلوب لا اكتراثي طريقة تعاملها تدل على أنه وشاريتك وأكيد أنا أبي واحد مثلك يكون زوج لي بأقول لك طالع الأفعال الفعل يمو مكترثة يمكن تبيك زوج واجهة اجتماعية يمكن تبي بس تطلع من بيت أهلها وأقول لك شرائق قالت لك شيء عن أهلها يقول إي والله دائما تشكي عن أهلها وحالتهم يعني يخليك تنضج عاطفين بس شفت النظر الشيء يصير تجربة تألمت من التجربة لأنها ما ردت عليك عملتك بطريقة موحلوة يتكلمت شخص مثلا تعتبر مرشد في المجال قد يكون صديق قد يكون مختص على حسب قال لك ترى تقييمك للتجربة هذا المفروض تتصرف طريقة مختلفة فهي عادة تقييم التجارب وتنضج من خلالها عادة على كل جوانب مادة عمل علاقات ذات هذا باختصار بالضبط اللي هو ما أعطيك بالخير اللي هو نفس ما قلنا تو في التحليل الثلاثة اللي قلناهم نرجسي أو متعاطف أو يكون متزم بين الأثنين ويكون يعني يميل للنضج طفل أو الناضج أول يكون بالنص اللي هو للحين في جوانب نضج في جوانب ما نضج آخر شيء سلبي لطيف أو قوي زائف باختصار التحليل لأي إنسان هذا هو ما يحتاج لو لا تقرأ أي مرجع ولا تقع تعقد نفسك فيها أي إنسان تكلمه فكر به ثلاثة ورح تبدأ تلاحظ ولا تعمم طالع السلوك قل لحظة مثلا آه محمد عنده واضح عقد الطفل في علاقته العطفي مع زوجته واضح بس لا مع عسرته لا هو مسؤول يعني عنده نضج بس بالعمل في تعامله مهي مو بروفيشنل كل ما قلت له كلمة يأخذها يا يدافع يا يهاجم مو وقت الحين تأخذ شخص حين بشغل فشفت شو أنت قاعد تقيم الإنسان هذا 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 يمكن أهم بارت من الجانب الأول القسم الأول اللي هو يوم قلنا حتى العلاقات العاطفية أنا العاطفة أرى ما أقصد فيها بس عاطفة رجل المرأة العاطفة بشكل عام في الشغل في الحياة في الأسرة في أي إنسان تكون له شعور أيها زي دكتور في نمط أو نوع اللي هو المندفع أو نمط الاندفاعي وين يجي من هذا كله المندفع عدم نضج يميل إلى عبد الطفل إذا كان أهو عاد خبير عنده تجارب اللي يسمونه لعوب لا هذا يكون يندفع بتعمد أنا قسمته حتى في كتاب عقادك النفسية سجنك الأبدي قسمت الاندفاع في الشعور لأنواع لأن أول اندفاع تأردتها كان مفهوم في المجتمع العربي يعني ما حد دخل فيه ما حد شرحها في يومية شرحتها في أول ممكن قبل كم سنة في كتاب عقادك النفسية قعدت تشرحها وأفصلها بطريقة لأنه شفت يعني كثير ناس بعد ما طرحتها يأخذون المفهوم يقولونه بس يقولونه ويحطون كلام خطأ بعدها لأنهم مفاهمين أصلا بعد المفهوم ولما تكون مندفع معناتها أنت أسماقت لك بالحلقة اللي طافت أن تكون متجوف أو ممكن تكون متحايل أنت إذا لعوب تدري أن البنات مثلا ممكن سهل تخدعهم إذا اندفعت في المشاعر وعطيتها حساس أنها هي سبشل فتندفع متعمد عاد أنت حسب كلعوب تقيم لما تقعد مع شاب عنده خبرة وممكن يكون شوي نرجسي أو نرجسي خفي يقول لك لا هو يقول لك نصايح من خبرته يقول لك شوف ترى البنت اللي تحسها مرغوبة أو يعني معيارها اجتماعي جميلة والكلية بيها لا هذه ما تندفع معها هذه تعطيها أحساس أنها عادي ولا تهتم فيها ترفضها كثر ما تقدر بس عطها الشعور أنك تبيها بالبداية بس طول الوقت ترفضها وأنا تحداك إذا ما صارتها بك والمشكلة صد أكثر الناس البنات المثلا اللي عندهم عقدة جمال الرفض هو اللي يجذب اللي عندهم العقدة مو بس الجميلات في الجميلات ما عندهم العقدة ممكن بعدين ندخل في موضوع عقدة الجمال بس هذه من العقدة الدارجة عندنا أما ما يقول لك والله هذه وحدة أنا كنت باستغلها ماديا أنا صراحة أبي وحدة تأخذ لي قرض شفت هذه مسكينة أحلى باب الله عمرها 35 ما تزوجت ما عندها تجارب حلو حتى مشهور أسابيع خامس أسبوع أنت حاشك سرطان واطلب القرض القرض يوصل لك وفعلي يوصل لك وهذا اللي ودارج حتى يمكن في أعرف وجهك الآخر كتاب حطيت حالات كاملة تشرح الموضوع شلون شلون أهم يدرجون في موضوع التحايل المادي هاي مثال بعد آخر زي دكتور أنا الحمد ننتقل لمحور آخر اللي هو عن الزواج التقليدي أنا لاحظ خلال طرحك وإيضا في كتبك أنك تنتقد منظومة وفكرة الزواج التقليدي بشكل جدا لذي يعني وكأنك ترفض هذه الفكرة تماما فممكن نسأل عن السبب ليش أول خلنا بدي في تعريفي لي شنو تقليدي علشان الناس واي ترى تفهمني غلط وما يقول أن تقد الزواج التقليدي أنا أقصد الطريقة التقليدية اللي إيه صراحة يعني كانها أمسح وربح الطريقة اللي أنت ما تعرف الشخص ولا هو يعرفك عدل ولا صار بينكم تجربة فيها تعارف فيها كل واحد يفهم الثاني فيها تدرسون شخصيات بعض بدون ما تصير هذه الفترة أنت على طول تتزوج الشخص هذا الزواج بالطريقة هذه يعني شوفوا مو بس تجربة شخصية كأسرتي شفتها كمراجعيني كطريقة أصلا بشكل عام مثلا لما تطالع بتكمل معي شريك حياة تبني معاه إذا وقتك لقيمة إذا أنت عندك قيمة المشاعرك صعب جدا أنك أنت تبني علاقة كاملة مع شخص أنت مو عارف من هو ولا تدري شنو أبعاد شخصيته ولا قاعد معهم ملاحظ مواقفه والناس ترى كلها نفس ما قلت لك والبداية يرسمون صور في أول أربع لستشهور يعني ممكن الشخص قاعد يمثل عليك كثير أشياء ممكن توجهات الداخلية مختلفة فالمشكلة إحنا قاعد نحتكم للموروث هاي مغلطة الاحتكام للموروث والأجداد أنه خلاص دام أما عاشوا بهالطريقة صارت كأنه عادة نزين الجانب العلمي ليش يتخل في كل بوابات حياة الناس اليوم لما أقول لك والله حاشك أن أفترض أي شيء دودة زايدة راح تخضع للجانب العلمي اللي هو أنا بسوي جراحة ما راح تقول لا والله أنا يدي كان يقول كذا زيش معنى في موضوع الزواج التقليدي ما تم تفحص الأمر ليش ما نشوفون النعلمين لحظة نحن نحتاج صح مؤسسات للتعارف مفروض مؤسسات تكون موجودة بكل دول الخليج والدول العربية بشكل عام المؤسسات هذه تخلي أنت تقدر تقعد مع الشخص تفهمه منه أن مات شخصيتكم تتوافقون ولا لا هل في تقبل شون تقبل بناء على قاعدة قاعدتين ولا مثلني الأبوئي سألنا عن الولد خوش واحد في الطبيعة البشرية ما في شيء اسمه خوش واحد في أنت لما تكون محلل تقول لي سألنا عنه خوش واحد كلام هذا يعني مهزل علميا شلون يعني خوش واحد سألت صديقة أكيد بيقول لك شغير سألت واحد يكره بيقول لك العكس شل المعيار رقا تغيس عليه أنت بتزوج بنتك من شخص وبتكمل معا حياتها وطبعا أنت كأبو المسؤولية عليك أكبر وأنا يعني وايت أبا ومهات بعد ما قرروا الكتاب على قاعدة النفسية يوقع عندهم معاي قال دكتور أنا يوم قريت أنا غيرت نظرتي للموضوع بنتي الأولى الكبيرة تزوجت تقليدي وصح كلامك يعني الموضوع وايد عشوائي ما في أسس تشننغصب حتى الكلام اللي ينقال أنه والله عادي أول سنة تصير بينهم مشاكل وايد والمشاكل هذه أصلا تساعد العلاقة يقول لا أنا قم تلاحظ أنها ما تساعد بالعكس لو قاعدين مع بعض قبلها ومعطيها الفترة كخطبة كان يمكن اكتشفت أمور وخلتها تتهون عن الموضوع وكانوا يقولوا لي رب عنا لا إذا هونت ترى شوف لو هي متزوجة شان ما هونت هاي الفكرة اللي يطرحوها بعدين اللي الحين ليح نوايد ناس حتى مختصين ساعة يقولونها إنه لا تطول فترة الملشة أو الخطبة عشان لا تصير مشاكل وبعدين المشاكل هذه تخليهم ما يتزوجون وإذا كان في مشاكل والمشاكل هذه تعدت الـ 75% معنات يمكن الـ 2 مصالحين لبعض بالأساس أما المشاكل إذا 25% لحظت بين الـ 2 قاعد يمرون في ستيجز أو مراحل للعلاقة مرحلة الأولى يستكشفهم بعض بالحوار في أريحية في كيمستري بينهم صحت للمرحلة الثانية شفت إن بلى في مواقف حب مواقف يعني أفعال قاعد تشوفها ملحوظة ملموسة الشخص مستثمر فيك متيني مثلا الوحدة تقول لي والله دكتور عن فترة الخطبة ما يدق علي ما يسأل ولا ولا يسأل فيني أبدا مع أن أسرتي وأسرتها موافقين أن يصير في بيننا تواصل يصير في بيننا حتى قاعدات ما يهتم أقول لجز المسجل ليش مهتم يقول لي وقت الزواج إحنا لاحقين على بعض ونقعد مع بعض معنات قلت لها معنات توجهها مؤسسة زوجية يبي بس أنت تكوني ماشية تحت إطار المؤسسة مو ماشي أنه أنا بخلق معاك رابطة رابطة معنات يكون في بيننا حوار من الحوار هذا في عارف اهتماماتنا المشتركة عارف شنو يعجبني ويعجبك يضايقك يضايقني علشان أبني رابطة بيننا وفي نهاية أنا اليوم ما راح أبني معاك رابطة لو مو معدي الحدث أني أنا تأخرت وما قلت لك أي شي وقلت أنه ما صار حدث لا أقول لك أنا أعتذر صار لي ضرر فلاني هذا لا يبر لاز عشان أبني رابطة وممكن أنت تقولي ممكن أن تردعني تقولي أنا عذرتك تقولي لا والله دكتور أنا فاهم وأقدر اعتذارك بس أنا هم تضايق ترا أقول لك يا صجع يعني ما أنا يا يوم جهز نفسي مرتب أموري يعني ما يصير أنا ما أحب لو شنو الظرف يصير اللي إذا كان جدا طار أتمنى أنه الشي ما يتكرر وممكن تعذرني على حسب عادة ردة فعلك بس أنا ستقولي الصج هذا هو الحوار اللي يبني فلحنا ما أقول أنا زواج تقليدي الأسس هذه موجودة يعني هي عشوائية حتى فترة التقبل أني أنا أشوف شنو عيوبك شنو نواقصك شنو يعجبني فيك شنو ما يعجبني فيك ما عندي هذه الفترة أني أنا أدرسك أدرس عاداتك تدرس عاداتي نشوف هل نقدر نتقبل بعض من بعد حوار فعشان تذي أنا أشوف نقدي له مبني على شي موضوعي شي علمي شي حالات أشوفك اليوم حين كم بنتيتني تطلقت لأنه والله إييني زوجها يقول لها دكتور غشوني أهلها شون غشوك يعني والله ما قالوا لم يسوي تكميم إنزان حين أنا الحين بطالع أهوة أنا ممكن ما أقدر ألومها لأن أهوة بالنسبة لأي أنا أنت قايل دكتور بكتاب تقبل الشكل معيار أساسي شون ما يقولوا لي إنزاني الحين البنت هذه شون بتكمل حياتها تخيل واحد مطلقها غشيتوني قايل لها تجري شون شوني بتكمل شون الأفكار هكذا تكون بالها إن أنا ولا شي إنزاني لو قبلها قاعدين فترة تعارف كفاية قدر يتعرف عليها قدر يشوفها خلاص وهم مو مضطرت زواجها على طول شاف إنها ما عجبها يعني شكلها مو متقبلها خلاص من البداية أنت وقف صار في فرصة حوار فاطرحت الموضوع تناقشها وإيه والله أنا سويت عملية مرة لأنه في حوار فالطبيعي من خلالها رح تكتشف هذه أشياء ما يصير تتسوي سكيب على هذا البارت وتروح وأنا ترى هذا مشكلتي مع التقليدي ما مشكلتي والله إنه عادي ييني مثلا أي أحد والله يعني مسلم قال لي والله بزوج بنتي تقليدي بس والله بخلي الخطبة فترة عشان يصير في مجال وبعدين والله دكتور بنتي اللي رح توهل أشوف بنات اليوم أول ما يطلقون البنت يسمونها مطلقة البنت اللي شنا صلاحيتها مع أن هذه أشياء خاطئة لكن موجودة شنا صلاحيتها قلت شنا أنه ما رح يتزوجها حد ذلك شنا المسألة صعبت في حالتها على حالتها أهي لكن أنا كرجل ما كنك واحد يقول أنت مطلق وكأنه في تصنيف ما في تصنيف فعادي مفارق معي بس أخسر مادة المهر صراحة في شباب مساكن يمعون سنوات عشان يتزوجوا حتى ما يعرفها عدل وبعدين بيتطلق يلا تلعب بنات الناس عطنا حتى المؤخر وهو مو يلعب بنات الناس هو ما عندك كان عنده فرصة حتى يتعرف عليه ويوم تعرف يا أخي ما في مشكلة بس حاز ما في توافق ما رتح له ما تعرف تسأل في البنت ما عندها نفس التوجهات مالته عد على حسب دكتور أنت مشكلتك مع الطريقة مع الطريقة أوكي زي دكتور إيش الهل اللي تفترضى يعني حل لزواج عن حب زواج تشبه تقليدي أم إيش بالضبط أنا شوف يعني كلمة حب أنا شخصيا أنا حب الحب وحب فكرة الحب نفسها بس إذا كان حب حقيقي ناضج مو حب اللي الحين قاعد يصير الحب اللي قاعد يصير الحين كلها تعلقات عاطفية أي واحد يدرس التعلقات ويفهم العقد النفسي يدري أن كل الجاذبية اللي عندنا قاعد تشتغله جاذبية موسوية جاذبية مبنية على عقد فيعني واحدة من جذب حق واحد بس لأنه هو حرك فيها مثلا مثلا هو متعاطف في شكل مفرط وهي نرجسية ومتلاعبة وتتصرف كطفل فأهو أصلا ينجذب لها لأنه هو عنده تعاطف ومسؤولية مفرطة ويعاملها جنة طفلتها بس بالصج بالصج هو ما عنده ما عنده جاذبية حقيقية لأنها ناضجة ولا واحد ثاني ينجذب حق واحدة لأنه هي متمادية وهو كان خاضع من طفل هاي كلها تعليقات إيوني يقولون إيحنا نحب بعض بس وين الحب في الموضوع وهو ما في حب أقول له وين مواقف ما في مواقف فايد هل تحصج أنت وياها متوافقين من داخل لا والله مو واحد في توافق ليش والله تدري دكتور الحب من الله ما نعرف شي غير مفهوم ما عرف لش عنديه الشعور أنا بس يقول لما عرف لش عنديه الشعور الشعور نابع من عقده لو تبحث مع نفس ما قلنا بالسؤال الأول أنه تبحث في عقدة نفسية ويفهمها ويحلها جاذبية هي تختفي يحس بالعكس أنا ليش بقعد مع واحدة كلها ضحية وكلها تبتشي وكلها تحس نفسها كارها نفسها ما بصير المصلح ولا الطبيب النفسي حقها بس قبل كان يحس أنه يبي يصير الطبيب النفسي فقيس عليها أنت كلمة حب الحين لما نقولها ما تقول تفضل زواج عن حب أفضل إي بس إذا كان مبني على الأسس اللي قلناها توا في فترة تعارف سوية نبني من خلالها مواقف المواقف هي تصنع داخلك شعور ومن بعد الشعور أنت تبني مع الطرف الثاني يعني هذا المفروض السيكونس الصحيح اللي يمشي فيه أي إنسان عد ذلك لا يعني شوفي مقولة ممكن أنا ما أتفق معها مية في المية قالها نزار قباني بس أشوفه شنو شاف أو ليش قاس هتذي قال يعني الشجعان يتزوجون عن حب الجبناء يزوجونهم أمهاتهم إذا واحد سمعه بشكل عام يقول هذا تعميم خاطئ شنو هذا يعني واحد ناس تواليد رجال وشجعان فعلا وتزوجه عند زواج تقليدي من أي ناحية أنا أشوف أنه صح هو سوى مقصده شذيء هو قصده إذا أنت كرجل بشكل عام لما تنضج تلقائي رح يصير فيك ستاندرد ما لك يرتفع للاختيار ما رح تختار أي أحد ولما تختار لازم تدرس الشخص اللي جدامك ولازم تفهمه منه ولازم تفهم أبعاد شخصيته طبعا أيام نزار كان الزواج التقليدي اللي هو يمكن حتى ما يشوفهم بعض وإذا بيشوفهم بعض مرة واحدة فهو قصد أن أي رجل ناضج ما رح يرضى يدخل في عملية مثل هذه ما رح يحوقته وحياته وروتينه وسيستمه يخليه مع إنسانه ومعارفه منه رح يكون شجاع في أن يدخل في تجربة التعارف يبذل مجهود المواقف يحترس الطرف الثاني يشوف إذا يستاهل أو ما يستاهل عشان يقدم عليه بخطوة أكبر فأهو يشافه بشكل أنا حطيته في الكتاب وائد ناس قالوا إش دعوة مبالغات بس أنا من هالباب زي دكتور في صوت نسائي هنا ممكن يقول أن ليش سواء في زواج تقليدي أو حتى في زواج عن حب الرجل هو اللي يختار يعني ليش ما المرأة هي اللي يختار ليش رأي في هذا الموضوع والله شوف أنا نفس ما احنا تكلمنا نقطة الاختيار إذا صارت بالطريقة اللي هي سوية تعارف سوي البنت هم راح تكون لليها خيار يعني أنا ما أشوف أن البنت ما لها خيار بس المشكلة في البنات اليوم يعني في عالمنا ما عندهم يعني قابلية التواصل بحكم طبيعة المجتمع الأسرة قابلية التواصل أو الوصول للجنس الآخر على حسب مثلا بيئة البنت أهو اللي يرفع من معدل اختيارها يعني مثلا تيني بنت حين خارج قلت لك خارج إطار المعتقدان أنا أتكلم بشكل عام علميا تيني بنت إي هي عندها صفحات سوشال ميديا تتحدث بأي شيء مستشارة ولا وتفر يعني تحط معلومات تحط كونتنت خاص فيها بنفس الوقت البنت هذي تقعد بأنشطة ثقافية ثم فنيا فيها رجال ممكن تحتك فيهم الأكسسيبليتي أو قابلية الوصول لها وايد صارت عالية احتمالية أن هذه البنت تختار أو تنتقي شخص إي هي تحبه وتكون معاه وتتزوجها وايد أكبر من وحدة حياتها مثلا الأسرة جدا محافظة هي بس قاعدة في البيت تروح الدوام تردد دوام معينها لأنه يكون مختلط السوشال ميديا هي برايفت البرايفت طبعا ما هكو أي صور طبيعي الأولى من ناحية تحليلية أنها هي رح وصولها للشريك المناسب رح يكون وايد أسأل بس يفتشون أنت الوضع موضوع البنات رح تتخل فيها معتقدات مثلا دينية ممكن تدخل معتقدات اجتماعية أسرية وأنا دائما في الكتاب أشدد على أن أنا ما أدخل في المعتقدات أنا رجل العلم أطرح العلم كما هو كل شخص ما يتوافق معه معتقده يركب الموضوع بحيث أنه ما يؤذي ولا يؤذى فيه أسقط على تجارب واقعية بسط دكتر أنا في جانب آخر الموضوع واللي هو أن في كثيرين ممكن يردوا على كلامك بأن في دراسات كثيرة أثبتت أن منظومة الزواج التقليد أو فكرة الزواج التقليد هي فكرة ناجحة أيها أنا شوف مشكلتي مع الدراسات النفسية الاجتماعية لما تسمع دراسات اليوم بعالم اليوم الكل ينبهر الكل يحس عن هذه الحقيقة بس دراسات أول شوف عندها في كثير من المغالطات اللي تصير داخلها أول مغالطة سبونسر شب بايس اللي هي مغالطة أنه يكون في سبونسر للدراسة أهو اللي دافع لها يعني كثير من الأدوية النفسية اللي يسوي الدوا النفسي أهو نفس الشركة اللي تبيعها اللي يسوي الدراسة قصدي أنت سويت الدوا وأنت سويت الدراسة ما تدوا أنا شون أضمن أن الموضوع هذا ماشي صح إش دراني أن هذا الدوا صج اللي يدعى أنه يشتغل مية في المية أو الأرقام هذه كلها جدامي صح أو يكون الفوندينج أنه تدفع يكون مثلا تدافع للدراسة عشان أنت بتوصل لنتيجة معين مثلا أنا هامور مجالي وعندي ملايين أي لك أنت بتسوي الدراسة محمد أقول لكم محمد دراستك على زواج تقليدي هذا مليون تقليدي ليش أبيهم يتخلفون أنا ما أبيهم يتطورون أبيهم قاعدة واحدة يتزوجون خلاص ممصلحتي أنا كرجل أي واحد رأسمالي ممصلحتي أنت تكون واعي أنا بيك مستهلك زواج التقليدي وايد في النهاية رح يوصل إلى استهلاك لأن علاقتي إذا أنا مع شريكي اليوم يحتك فيه مو إحنا كأننا أصدقاء وحبايب ومو علاقة سوية طبيعي أن إنتاجيتي رح تقل طبيعي رح أكون مزدوج وأدور علاقة ثانية على الجانب فراح يكون وقت نص هني نص هني رح أكون مشغول بالي يعني ما أكون مركز طبيعي رح أصير مستهلك أكثر أبحث عن مسكنات زيادة لأني أنا بوضع كابت ومتألم وحس بزدواجية شفت شون هي حلقة طبيعي حتى سياسيا قد أكون شوي متخلف وقد أكون هم بالتصويت ما أكون مركز أو ما أكون مهتم لأن بالي مشغول حياتي الشخصية أصلا لا هي ماشي صح فشفت هي هي أكثر من بعد كلها كلها يرتبط ببعض التعليم المعتقدات السياسة الاقتصاد الأسرة كلهم كنوا حلقة وحدة إذا أصلحتها من البداية أن أنت وقت اختيارك لشريك طبعا هو البداية مفروض من التنشئ التنشئ نفس ما قلنا تأثر على اختيارك للشريك لأن إذا أنت تنشئت غلط رح تختار شريك غلط بناء على عقدك باختيار الشريك الغلط رح ينتج هو الأثر السلبي عليك في الجوانب الثاني في حياتك فشفت شون هي الدور بحلقة واحدة بالضبط وتنشغل عن قضايا المحورية الأساسية أنت كإنسان يصير ما عندك قضية يعني تليوم أنا قاعد مع ناس حتى في التصويت اللي عندنا في الكويت مجلس المو في التصويت أقول ليش صوت والله الأهل قالوا يعني هذا فلان يمنون عليه يعني وهذه جملة ترى درجة زليش حتى إنا ضبطنا هنا وهنا اي اي تفكير وايد نفعي قاصر ما في رؤية ولمن يتكلم معهم تشديد طالعون هذا ونقاعد نقاعدين نحن مدينة فاضلة موجود هالكلام نزيل دكتور في نقطة أنت ذكرتها بشكل عرضي بس بنرجع لها اللي هي مدة الخطوبة أو الفترة ما بين الخطوبة والزواج البعض يقول أن كل ما طالت هذه المدة كل ما كانت أفضل والبعض الآخر يقول لا كل ما كانت أقصر وهذه يمكن ترجع لعوامل يعني مجتمعية فأين أنت من هذه للأثنين شوف يعني أنا قبل ما ندشغل فيه السؤال بس أضيف نقطة على موضوع الإحصائيات والدراسات أنه إحنا قلنا غير هذه المغالطات اللي تصير في الدراسات ومنموولها في الجانب النفسي بالذات طريقة عمل الدراسة ممكن تكون معمولة بطريقة خطأ بالأساس أو المعيار للقياس غلط يعني مثلا يروحون يسألونك يسألون عبد الله يسألون مسلم شنو الزواج التقليدي أنت تزوجت ولا حب شوف السؤال العام تقول لهم والله أنا تقليدي نجح أي والله الحمد لله وزوجتك يمك عادي يسألون زوجتك ها تقليدي ولا حب تقليدي نجح نجح والله زي شنو المعيار عليه أساس ونتأغلب العود ممكن تقول نجح بس عشان تمشي الموضوع يمكن أن نجد دم زوجتك شفت هذه الأشياء اللي تدخل كعوامل أخرى نزل أسأل مثلا يقول يقول والله عن حب نجح ويمكن تحب واحد ثانية شفت يعني هذي ما في ما في طريقة علمية أنك تقيس وكثير من الدراسات الاجتماعية والنفسية ترى شذيه لشن جان من يقولون دراسة مو أنبهر ويقول آه خلاص حكم الحكم اللي هو الصحيح لا أقول تعال خلقها شو سووها علي أساس منه دفع لها منه اللي يعني دار المكان شنو الأسئلة اللي حطوها وعلي أساس بأنها الأسئلة هي اللي يتحدد هذا يعني إذا بتسوي دراسات النفسية أو خصوص الاجتماعية عشان شذيه يعني ما تقول لي دراسات قالت بقولك طالع الواقع يا أخي الواقع أنا ما قاعد أقولك روح يلا حق منظومة الحب ولا روح حق منظومة التقليدي أقولك ابني أسس يا أخي أعرف عندك أنت شنو بالنسبة لك مناسب شنو مو مناسب خلي عندك براحل في عقلك أنك تمشي من خلالها النقطة مهمة كنت بضيفة على موضوع الزواج التقليدي أن اليوم إحنا لما نصلط الضوء على هذه المفاهيم إحنا قاعد نصلح بشكل أكبر المجتمع ككل مو بس قاعد نركز على فرد واحد أنا نطلق من الفرد بس رح يأثر على المجتمع إذا أولا بلش يفكر بهالطريقة لمن والله شوف معارض الكتاب بالذات آباء أمهات سعات يوني في العياد اللي يقولوا لي دكتور بلشنا نفهم أنه صح فيه أساسيات نمشي عليها أن الموضوع مو عشوائي أن قمنا نفكر في عيالنا ليش بنزوجهم بهالطريقة والله بفضل يعني الكتاب اللي أنت كتبتها صج وهيد الموضوع فرق وما كنا نفكرين أنه أصلا فيه شيء جدي أو فيه فرصة مثل هذه أو أن هذا صح مع أنه والله دكتور أحنا كأم وابو لاحظنا أن أغلب مثلا عيالنا ممكن يكون عندهم علاقات عاطفية بس بالصج ما حد يقول كل ساكت ما حد يشاركنا وإحنا ندري كأم وابو وإحنا نلاحظ بس منواجههم ماكوثبات وطبعا التليفونات كلهم باسواردات وإشياء فما تقدر توصل لك شيء فمع الوقت من استوعبنا لحظة أو هل الغلط في جيلنا إحنا القديم إن إحنا نشأنا بطريقة غلط وإحنا مو متوافقين مع الجيل الحالي هو صج الجيل الحالي تواجد السوشال ميديا رفع فرصة تعارف بنسبة كبيرة فأنت بتي تطبق القديم على وضع الحين أنت رح تشوف نفسك كأنك عايش ببرج عاجي تتكلم من صوب وهم عايشين بعالم ثاني فيمشون معك إي صاحة إن شاء الله خير إي أكيد أكيد طاف فقلت بدلاًا يصير أكيد وطاف خلني قاعد ونتحاور تعالي أوكي التجربة تعارف شنو هي تجربة تعارف شنو ندخلتي فيها نزين على إي أساس شنو قيمتي لو كل أبو شوف مجتمعنا أنا نشوف في العيادة لو كل أبو يقعد مع بنتها يناقشها في تجربة التعارف هذه سواء على شكل خطبة ملجة أو أي شي وتكون إي صج صريحة معه شكثر كانت مشاكل ممكن يتم تجنبها شكثر زواجات مالهداعي صارت كانت ما رح تصير شكثر خيارات كانت رح تكون أفضل لأن الأبو هو الرجل هو اللي عنده تجربة مع الجنس الآخر فيدري إنه ممكن من تجربته إنه لحظة هذا الرئيال متحايل واضح نخيث بتلك بمواقف أكثر شون صدكتي على بناء على كلمتين قالهم ولا ندفع وبيينلك أن أنت مميزة وغيرت راحنا الشباب كلنا ننزوي جذي ممكن فيه أباء كانوا يقول عقع بناتهم جذي والأباء الناضجين ترى عادي يتكلم شكل مباشر بس الحسب الإطار لكن أي بنت من بين كل مية بنت ديش عند العيادة كم واحدة تصارح أبوها خنقول بتجربة التعارف أو فترة الخطبة أو فترة الملشاة أقول لها الزاتين ما لتعار ريال كلمتي أبوك قلت له مثلا صار جذي 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 مو من باب أنه والله تبلغينا عشان يتهوش معه مو معنا التدخل من باب أنه يكون كأنه محلل كأنه شخص مرجعية كأنه شخص ناضج تقول مصدجك تكتور رحمان قادي شون يقول حقبوي يقول إذا تقولي حقب منه أمي أمي تشد يقول لا إن شاء الله يطلع خوش واحد ما في رد يا ماك شي واضح فهم هذا يعني إضافة مهمة يمكن على الموضوع بالفعل إنه إحنا لازم نصل وتضاع له المفاهم بالفعل هنا بس لو نتكلم عن موضوع الحب يعني البعض يقول بأن الحب يعتي بعد العشرة يعني إيش رأيك أنا باختصار ردي إن العشرة تخلق تعود وعقلني يحب التعود على المألوف فكثير من الناس عاشوا تعاشروا مع بعض أنت اليوم لو تعيش معي بمكان واحد راح نتعاشر راح يبدي شوي شوي نتقبل عادات بعض راح يصير فيه بيننا تفاهم وتعايش ببعض الأمور لكن مو معناته راح يتكون بيننا حب خصوصاً إذا بتكلم عن عاطفي أنا مو قاعد أتكلم عن بس إن أحبك كإنسان ممكن أنا أتعاشر معك وحبك كإنسان ممكن أتقبلك نسبياً بس مو شرط أنا راح أكون لك شغف عاطفي وجنسي مو شرط تكون عندي جاذبية لك طبعاً يقولون الحب يتكون مع العشرة المعزة الحب الإنساني التعود بس مو شغف عاطفي وجنسي اللي هو الأساس في بناء العلاقة بين شركين بس في أصوات هنا تقول بأن آباءنا وإجدادنا عاشوا لسنوات طويلة وكانت طريق زواجهم لعقود طويلة اللي هي زواج تقليدي فهذا يعزز فكرة أن الزواج التقليدي هو الزواج الأنجاح ممكن نحنا كلنا هنا معظمنا وحتى الشواب اللي هنا موجودين في الاستوديو هم من عوائل كلها تزوجت بشكل تقليدي البعض يقول لنا أو ممكن يسمع كلامك بيعتقد أنك أنت تبالغ نوعا ما فإيش ردك أنا شوف مشكلتنا أو مشكلة الأجداد أنه ما كان عندهم خيار في الاختيار ممكن هذه الجملة اللي لازم تحط عليها خطين لا خيارة في الاختيار أن الثقافة العامة وقتها المرأة ممكن تتزوج في عمره 13 أو 12 سنة بس تبلغ ونفس الشي الرجل وعندهم أساسيات ما في نضج ما في وضوح بالمفاهيم ما يدرون ليش أصلا قاعد يتزوجون بعض بس أنه خلاص هذا الشي لازم نكمل سنة حياتنا ونمشي عليه علميا نحن ما ما قاعد يدرس هذا اللي عاشه اثنين غير ناضجين ما عندهم أساسيات شنو متوقع النتيجة أول شي اللي بيتضوم مع بعض يا من أن الزوجة أو المرأة وقتها ما كان عندها لا عمل لا مادة خاصة فيها مو مستقلة في نفسها فأكيد ما راح تهد الزوجة اللي يصرف عليها يعني راح تحس أنه ما عندي مدخول آخر الثقافة الاجتماعية وقتها الطلاق جريمة يعني شون تطلقين يعني فكان هل العوامل تلعب دور كبير في أن المرأة ما راح تقدر تفكر ما عندها اختيار أصلا لتنفصل غير أنه انجب طفل وورا طفل وورا طفل بأسرع وقت كأنه شي عادي وبدون فهم لأبعاد تنشئه وشون تصير وليش فكان الموضوع ماشي عشوائي ما في ما في أي يعني بعض خمسين سنة أو اللي عاشوا مع بعض ستين سنة وعلى هالأساس تقيم أن هذا صح نزل والأشياء اللي صارت بالنس نزل وانفصالهم هذا الروحي اللي من زمان أصلا فصلين انفصالهم العاطفي من زمان يمكن انفصالهم الجنسي من زمان وين هالأشياء وليش ما طالعتها ليش ما قيمتها ليش ما شفتها بمجهر تحليلي بس لأنه شوف ما تقعد مع الكبار في العمر إذا بتيت واجههم بهذه الحقائق ترى هما صعب يعترفون إن صج هذا اللي صار إلا الناضج منهم ممكن يقول إيه والله صح أنا مثلا يدي ممكن يقعد مع يقول إيه والله أنا صح زوجتي ما خطرت وممكن كبرت تشوف يعني معاين هناك هم مو بس ما في سوشال ميديا حتى الاحتكاك منخفض بالجنس الآخر فيعني يعني إذا واحد حب وحده يمكن يكتب فيها قصايد وممكن أيه الوحيد اللي بالفريد جافع يعني وضعوا هايد مختلف ثقافة غير فما تقدر تيه تقيس الحين بدون أي أي معيار علمي بدون إنك أنت تشوف التجربة مالتهم هل التجربة هذه نتج عنها شيء إيجابي شون نتج عنها أنا أمسك مثلا الشباب الحين خصوصا لأعمارهم يعني من جيلي اللي هم منتصف الثلاثينات أو إلى آخر الثلاثينات وعلى الأربعينات تعال كلمهم عن علاقاتهم أربعينات وفوق بعد كلم مع علاقاتهم بالأم بالأب شون كانوا عادي الأب يضربوا بأي شيء كل يوم وهو يبرر الموضوع النقيبة سأنا طلعت رجل من خلال هالشيء نفس ما تناقشنا في الحلقة الأولى عن هالمفهوم عادي الأم كانت دائما خاضعة وكلها ساكتة وماكو شخصية ولدها أهو وبنتها هي اللي تدافع عنها ولدها أهو يتحكم فيها يعني وضعها شوائي فما أيه اليوم أقيس عليه ما أقدر أصلاً أقيس عليه لو لم ينجح زواج تقليدي أو حتى زواج عن حب هل تنصح بالطلاق؟ أنا شوف اللي يشوفون السابي يقولون دكتور أنك كل ما قلت شيء آخر شيء طرحت الطلاق أو الانفصال على الطاولة كأن هذا عندك عادي كأنك تشجع عليه كأنك منحاز لا أوايترا سمعتها كلمة أنا شوفوا أنا نحاز للأصلاح لكن أصلاح الفرد أولاً ثم العلاقة يعني حتى ما يوني اثنين مع بعض يقولوا والله إحنا بنقعد مع بعض ونناقشك يقولوا لا تعالي أنت بروحك خلني قعد جم قاعدة مع بعض وأهي نفس الشيء وبعد ما نقعد نتفاهم مع كل واحد فيهم أثم عقدهم من مهنيين على أي أساس ثقافاتهم الخاصة عاداتهم هني من خلاله أقدر أوصل مع الشخص أرضية مشتركة ومع الثاني وبعدين أخليهم يتكلموا مع بعض فأنا أصلح الفرد أول زي ممكن أي حق واحد أصلحه وأتناقش معه نوصل نتيجة أنه تعالي هو أصل من بداية سواجه كان مختار زوجته غلط وأهو صج ما يحبها وأهو كل اللي عاش على نياب منها بنتين أجبر نفسه وكان طول وقت يحس بالذن وأهو عنده حبيبة برا وحابها من زمانه معها ثلاثة أربع سنوات ومو علاقة عابرة لأ وحده حابها ويسافر معاها ويصرف عليها ويتحسف يصرف على زوجته أقول هزين بس أنت أنت تقدر تترك البنت الثاني يعني مثلا إذا بتصلح علاقتك مع زوجتك تقول مستحيل أموت ولا أتركها أقول هزين شون أنت تحبها ولا ما تحبها زوجتك أحبها دكتور بس الثاني أحبها أكثر تقولوني أني مو أحبها وأحبها لقد نتصنف العلمياً شون نقولها حاجتي من زوجتي اللي موجودة معاي هي حاجة اعتياد أمان ضمان إنها موجودة وطيبة ولطيفة صورة اجتماعية مناسبة حاجات أما حاجتي من شريكتي الحب وشغفك عاطفي وجنسي في ناس يقولونها مثلا ساعات أن الحب هذا والحب هذا مختلف بالتحليل النفسي ماكو شي يسمع حب هذا والحب هذا مختلف فيه احتياجات احتياجاتك النفسية من هذا الشخص أو احتياجاتك العامة من هذا الشخص تختلف وكثير من الرجال احتياج عندهم أن يصير عندي عيال ويكونون باسمي فهذه الزوج المناسب اللي تربيهم بس هذه حبيبتي ما تنفعت ربيهم لأن شخصيتها واسلوبها تجذبني لأن عندها شخصية بس ما تنفع للتربية فيصنف أن هذا يبيها عشان السبب وهذا يصنفها عشان هذا السبب أقول لي زرميل قعد معا أقول أشوف يعني في قصتك ما في بوابة أصلا تدخل فيها لزوجتك يعني ما في بوابة أن أنت تصلح العلاقة معاها كعاطفة وجنس أنت مات بيها أنت أصلا حتى مثلا يقول لي في العلاقة الحميمية والجنسية أنا أتهرب وبالشهر تصير يعني دكتور مرة واحدة وبس إلزامية وأحاول أخلص بسرعة بس عشان لا تقول لي أن أنت مقصر بس أنا ما بيها لو هي ماتي بالطار بعد وادي أحسن زين حرام زوج البنت هذي تدريش لما هي تدخلها هي عندي دكتور زوجي زين وخوش واحد وطيب وأحبه بس ما أدريش فيه يعني تكرر الخيانات عنده ودائما مع نفس البنت أنا أبي وشاريته وأقول لي إذا هديت يبقى أنا موجودة معاك طبعا هذه مو صح اللي هي قاعد سوي ما أخذت موقف ما ورته أن أنا يعني ما أسمح يمكن يمكن ترتفع قيمتها عنده إذا ورته أنا عندي حدود شخصية سيساكت ومعادية فلما تيتكلمني شذي أنا مستوعب أنه هي حابت لأنه طبعا ما عندها قبل علاقات سابقة أو تجارب أو خبرة في الحياة خلاص هو الوحيد اللي تزوجتها ما يرح يبني معاها الجانب فهني أنت توصل مرحلة قد يكون الطلاق أحد الحلول قد ما يكون حسب القصة وحسب البحث فيها أنا ما روح للطلاق أول أنا أخلي آخر خطوة إذا خلاص نقفلت كل البيبان بعد ما نحاول في كل الطرق أنه ما في مجال الأصلاح بس أنا عندي لو أصلح الفرد مثلا صلح لها هي رح يمثل في القصة هذه يتوقع لها أي شلون راح أصلح راح أقول لها ترى إذا أنت خضعته مع رجل بهذا المستوى يخونك مرة مرتين ثلاثة عادي تركك يدل أن أنت ما عندك شخصية ما عندك قيمة لنفسك عادي عندك شو المتوقع إذا أنا واحد طيقني طراق مرة مرتين ثلاثة وسكت وبس واجحته بالكلام بدون أي فعل يثبت أن أنا راح أوقف هذا السلوك يظل يكمل ويقول خلاص ما يخالف يصنف الموضوع إذا اكتشفت راح أدور لي عذر المرة لهاية وما إذا كان عندك شخصية رفضتي قلت لي ما أسمح وريتيني تركيني البيت عشان هالشي وكان يبدي يخاف كان يبدي يحس بقيمتك يمكن حتى مشاعره إذا كانت لذيج البنت يمكن علاقة عابرة يتركها وخلاص بيحس أن أنا مستثمر فيها الإنسان بس ما يشوفك مظمونة موجودة متوفرة بش يوم بيحس فهذا الكلام معاها الكلام معاها هو راح يكون مختلف راح يقول له أنت إذا بتعيش حياتك تشذي أنت عايش معاهم أنت مع بعض أنت ما لك خلقها صاير صح إيه والله لك خلق العيال لا والله كلش ما لك خلقهم حتى ما لك تكلم معاهم وإذا تكلموا فمشي الموضوع عن شطة وديهم ما وديهم عن الإلزامية وإذا تكلموا وسكتهم بسرعة عشان لا يعوروا رأسي لأنهم صراحة ببالي بسمع الثانية يس لازم نسوي هالأشياء فقلت له شفت علاقتك بعيالك راح تتحسن وايد إذا لو كنت منفصل فهمت شون الإصلاح الفرد شون هو الأفضل لأنه نفسيا راح يصلح وبعد قراراته راح تكون أفضل لنفسه وللآخر أنا عشان شي أقول دايما أنا مع إصلاح الفرد قبل إصلاح العلاقة والطلاق يكون هو الخيار الحلال الأخير دايما الحلال الأخير زياد سكتور بس هنا نحن ممكن نطرح اللي هي فكرة جذلية تتعلق بموضوع التعدد على أن نحن نلاحظ أنه فيه أشخاص ممكن يزوج وحدة أو ثنتين أو ثلاث ويعيشوا كلهم نفس البيت ويكون متحكم بالمنظومة وبالأسرة ويكون عندها امتداد وسعري طويل فأين أنت من موضوع التعدد شوف أنا بالنسبة لك منظومة بشكل عام يعني خلنتكلم خارج إطار ديني إطار علمي أنا ما أشوفها منظومة صحية بشكل عام إنك تنجح ولا ما تنجح ما أشوفها منظومة صحية تنجح أنا كمبدأ كإنسان عندي إذا أنا بمارس سلوك أنت لك حق تمارس نفس السلوك أنا عندي هذا كمبدأ إنساني أما أنا يسمح لي أني أسوي شي بس أنت لا يسمح لك ما أشوفه منطقي بالنسبة لي إنزين إذا بيب أخذوا التجارب اللي شفتها في الواقع على هالموضوع على وجود التعدد شفت اللي قلنات هو عن توزيع الاحتياجات أهو اللي يصير في التعدد يكون مثلا هذا الرجل زوجته الأولى هي الصورة الاجتماعية المناسبة أم العيال لم عزة خاصة بقلبها لكن صفر شغف عاطفي وجنسي إنزين أتي زوجة ثانية أهي اللي منجذب لها عاطفيا جنسيا يرغب فيها أهي اللي يحابها الزوجة الثالثة تلقى مثلا مصالح اجتماعية إنه هي إنسانة لها رتبة في البلد ولا شي وفي بينهم نوع من التوافق الفكري وكبيرة في العمر وهو كبير وفي نظج متبادل بس ما في أي شيء ثاني فتكون هذي معه إزين أوزع احتياجه فقط يعني يعني في قصص أخرى كان ممكن هذي يكونوا الأصدقاء بس إنه في الوضع العام اللي هو عاشه وعلى حسب ثقافته ومعتقداته إنه هذا اللي مشه فيه بتقول لي صح ولا غلط علميا ما رح أعتبر هذا شيء صح لأن الحين يعني أنا حط نفسي مكان مثلا هذه الزوجة الثاني اللي أنا أحبه شون رايح قاعد الحين هو مع هذه إزين خنق فكرة إنه والله أنا أساوي بينهم شون أساوي نفسيا بالاحتياجات بين الناس ويكاد يكون مستحيل بالنسبة لي فأنا علميا ما أشوف إن الظاهرة صحية ولا صحية حتى مثلا أنتي وحدة تقول أنا زوجي بيتزوج علي أقول لا إذا تابعين رايي ولا تابعين أنت شنو إذا تتسوي طبعا أنا ما أعطي رايي شخصي يعني في المواضيع هذه لأنه نفس ما قلت لك دام دش فيه معتقد ديني ما لي حق أقول لا أنت أنت ما عندش مشكلة والله أنا ما عندي مشكلة ليش بالعكس يريحني يكون مع زوجته الثانية وأنا يعني يعني أمشي أموري مع العيال وأصراحها مزعجة ونرجسي وقو بس أنا ما بتطلق يعني أهلي تدري إذا تطلقت تعالي عندنا وحطيني بغرفة وحدة حاكريني وعيالي كل ما قالوا شي بتحاوشهم معاهم خليهم بيت أبوهم مرتاحين وكيفة طبعا بعد ستة شهور وأنا أدخل معاها ببعد القصة هذه تلقي عندها واحد هي تحبها وعايشة معاها قصة حب ومعاها من سنوات فهي تبقى أصلا زوجته تتزوج وتفتك الازدواجية هذه موجودة عندنا بشكل كبير ترى مو أني مو قصة قصتين والرجال عالم الرجال عبالهم أنهم متعددين بس وعالم النساء الحين صار كذي بس تعدد يعني في عالم المرأة يصبح شنو هم على حسب احتياجاتها مثلا زوجها مو أعطيها الحاجة العاطفية الكلام الحلو طريقتها طاقتها أسلوبها لأتي واحدة زوجها مثلا الجانب الجنسي هو ضعيف وما في علاقة الجنسية فهذاك اللي يقول أنا بالشهر أتهرب منها عادي هلما تقعد معايا تقول لي إيه بس أنا الجانب مع بيتها عادي يكون جنساتها فيها مع أشخاص متعددين في برامج السوشي اللي هي التعارف وما أحط اسمي وهاي مو يعني مو قصة قصتين هذا نمط دارج صار الناس بره أتكلم معهم أقولوا أنتوا أنتوا ما قعد تشوفون حالات كل يوم مو عشر سنين تقلون ترقمون حالاتهم حتى التحليل الواقعي اللي صنعته مبني على الحالات لما تقرأ كتبي المفاهيم مو موجودة بماكن ثاني نفس ما هي حتى المصطلحات اللي يستخدمها مصطلحات خاصة أنا ألفت وكتبتها مرتبطت في الحالات اللي قعد أشوفها فهذا الموجود عادت بتقول عنده أنت تبالغ ما تبالغ وهو في أسباب لأن هذا يصير فليش أبالغ يعني أنا ما أحب سوشال ميديا الناس الحين صاروا شنو تتكلم عن الظواهر بدون المسببات شوفوا البنوة الأيام شوفوا الرجال ما دل شنو وبعدين كلما تدخلوا تشوفتها إنت متفهم في العمق أن السبب الظاهرة هو هذا الشي فالظاهرة راح تضغل المتواجدة لأن السبب متوفر الحين تستوعب فأنا كنت دائما شباب مثلا والدش بتعدد جنسي هاتفي لما نرجع لقصات عكب جنسي من الطفولة ما في ممارسات زوجها أصلا مهم الجنسيا ورغبة المرأة الجنسية وايد عالية فهي الحين بتسد احتياجهم ماكو بوابة أخرى فطبعا راح يكون في تصنيف مريح إنه بعد شه سوي وهذه الظروف وتمشي بهذا الطريق وتكون علاقاتها بهذا الشكل بس يفت أنت الحين لما يكون في تحليل تجد أن النتيجة قد تتكرر ورح يصير فيها نمط إنه جنب وحدة اليوم مثلا مع زوجها مو مرتاحة من هالناحية وزوجها صج تلقى علاقة أخرى على الجانب يمكن متزوج واحدة ثانية نفس ما أنت قلت وقيس على ذلك دكتور من الملاحظ في طرحك أنك أنت تنحاز بشكل كبير للمرأة فهل هذا بسبب أن المواضيع تطرحها تجده بالمرأة أم أنك أنت تستهدف هذه الفئة أم مو نصير للمرأة فقط لكن لما يكون فيه إنسان حقوقه مهظومة في مجتمع طبيعيا راح أكون معه أنا حتى ترى مع الرجال في كثير أمور أترحها من ناحية إنه مثلا إذا كان قاصر الحقوق عندهم ناحية التشوهات تصير فيهم بالعكس أنا لما أشرح شيء دائما أكرر أن أنا أشوف أكثر ناس تم تشويهم في مجتمعنا هما الرجال طفولتهم وهذا التشوه هم مارسوا بشكل واعي على النساء وصار عندهم قهر للنساء نزين ليش قاد يصير شذي طبعا البنية التحتية الخلل في التنشأ والطريقة والأسلوب وفكرة الذكورية الشيء انتشرت منهم أصغار بس لما أنت الحين تطالع مجتمعنا شي يركز عليه الولد أو الشاب هو صغير في العمر يركزون على أن كون مستقل ابني نفسك أصنع عمل حصل على شهادة كون شخصية كله دعم لأنه يكون هو كيان مستقل المرأة شون يركزون عليه في الطفولة كوني حلوة عشان يتزوجونك اهتمي في البيت عشان يقولون عنك أنت يخش بنت وسنعة تهتمين جدام الناس وجدام الضيوف عشان بعدين يزوجونك مو إلا تروحين تدرسين هالأشياء هذه السؤال في حق الرجال دراستها الطب راح يخلي ياخذ من وقتك وايد وأحسن لك تصير شي ثاني غير الطب لأنه مرح تدين تعطين وقت لزوجك والعيالج الطلعات أنت ما تدين تطلعين أي وقت قيود في الطلعة قيود في اللبس قيود في نمط الحياة قيود في الدراسة برا ولا تدرس ولا ما تدرس زي ما أنت تيت تحط لي مثلا اثنين أخوان وتقيد واحد تقيده في طلعاته في نمط حياته في اختياراته في أصدقاءه في يعني تتحكم في كل شي تداشب معه بكل التفاصيل حتى لما بيتزوج المرأة تتحكم في زواجها وايد عالي بشكل مباشر أو غير مباشر وتقول لها أنت مو مستقلة لأنت تجن فيت نقص أنت ناطرة هذا الزوج عشان يكملت بس الرئيال تقول أنت أصنع نفسك المرأة ما قاعد تقول أنت يصنع نفسك وهذا الخلل أنا عندي لما أنت ما تساوي في حق الإنسان أن يعرف من طفولته أنه يجب أن يشتغل على ذاته مشكلة كبيرة أنت كأنك تصنع إنسان من صوب اللي هو الرجل وشبيه إنسان الطرف الثاني عايش عشان هذا الإنسان الأول وهي مو صحيح أنت المتيدة أعطيتك في الله حقوقها تأسسها صاح تقول لها أنت بالعكس حبيتي الرياضة أوكي ما أرسي الرياضة ليش لا أحاب مثلا هذا نمط الحياة لي ناسبك خلاص أنا أدعمك فيه أنت تشوفين مثلا الصداقات هذه بعد ما راجعها مع بعضهم ندرسها أنا وياك كأبوك مناسب لك ما عندي مشكلة يعني أحاول أدعم أنت تكون تابين تدرسين بره بالعكس بس أنا كأبوك ممكن أشترط إذا بتدرسين بره ودي نجد تعلمين في لون قتال ستة شهور قبل الله كدفاع عن النفس أنا عشان أرتاح مو تحكما مو تسلطا مو منعا بس عشان أنا أرتاح عشان أبيت تدشين تجارب مع الناس أكثر أبيت تحتكين أبيتخالطينهم أبيتعرفين عقول الرجال شلون صايرة أبيتشوفين الدنيا بره شون ماشية أبيتخذين تجارب هذا يخليها في تقويمهم نفسي نفس ما اليوم تكلمنا عن موضوع النطج كل ما يزيد التجارب والتقييمها كل ما يزيد النطج إذا أنت في تأسيس الرجل قاعد يقول له ديش تجارب في تأسيس المرأة أنت ما قاعد تقول له ديش تجارب إيه بعدين لما يتزوجون ثنينة مموتة كافئين رح تلقى واحد عنده تجربة عنده خبرة عنده رؤية عنده تحليل واحدة صفر بهالأشياء وما عندها خبرات وما عندها رؤية إذا أن هذه الوحدة هذه رح تصير أم وهذه الأم رح تنشئ طفل وأنت اللي صاحب الخبرة بتقول لها ترى أنا تنشئة ما لي شغل أنت تشيلين موضوع التنشئة وهذا النمط الذكور اللي دارج عندنا نرى ياك أنا ما لدي دور في التنشئة ما عندها خبرات ولا استقلالية ولا رؤية ولا مادة ولا أصلا حتى في عملها عارفة ليش اختارت هالأشياء وإنت محتجزها بهذه الظروف شنو ما توقع هي رح تأسس ولدك عليه ولا بنتك عليه شنو المفاهيم اللي رح تطلع هل رح تكون مفاهيم قوة هل رح تكون صرامة حدود وعي معرفة للذات حوار في تطور ونضج لا أكل ما رح يكون موجود أنا أيا مناثجة شوف في فرق بين الاعتناء اللي الأمهات أو الربات المناس اللي كانوا يقدمونها قبل حق أطفالهم وبين التنشئة نفسية عاطفية روحية تنشئة معناتها أخذ معاك حوارات تنشئة مو أن أنا وكلك وأشربك تكرم حتى الحيوانات تقدم هذا الشيء لأبنائها مو تقليلا في هذا الشيء بالأكستر يعني أنا شوف الأمهات يتعبون بشكل كبير لكن أنا لو حط حاضنة في المنزل تقدم الاعتناء ترى قطت الدور أنا ما أحتاج تغسل الولد تقدر تغسل عاملة ما رح يفرق كثير في بنيتها النفسية بس رح يفرق كثير لما يطيح موقف في المدرسة أحد يتعدى عليه مدرس ولا طالب ويحق أمه يقولها يمو أنا المدرسة صار لي جديد وهو يؤتمن في أمه ترد عليه تقولها شون هذا أكلمك بالطريقة شون تسكت أنت ما يصر تسكت أريد أحد أنك ضعيف باجرا أنا رايح لمدرسة معاك ونادي الولد ونادي أبوه وخليك جدامي يتكلمه ويقول أنت مو مسموح لك تأسيس الولد يحس أن عنده ظهر أمه قوية أمن ما يروح البيت حبيبي ما يخالف يعني الواحد يلتمس العذر للناس حرام الولد يمكن مو قصده أنت لا تشيل بقلبك هالأمور يعني بلغ المدرس بعدين ولا بلغ المدير بس لا تسوي مشاكل بعدين يطردونك ما تدري إذا يسوي لك سالفة شي يصير هذا الولد طول السنة ينمران عليه شخصيته تضعف ويصير تجنبي ويمشي ويطالع الناس يتلفت ما عنده قدرة على تعبير عن مشاعره بدواني هي قاعد يضعكون عليه ساكت شوفها شون تراكمت معه مثل أن الأم ضعيفة صناع الطفل ضعيف وخوه الثاني عاد أنه يكون شوي نرجسي أكثر يتلقى يأخذ من أبوه صفات النرجسية والقوة الزائفة تبدأ يتمادي على أمه يتحكم فيها يتهجم عليها ويتخضع له ليش لأنه لا حول ولا قوة شخصية مهزوزة من الأساس ضعيفة أم ضعيفة طفل ضعيف مجتمع ضعيف شفت شون هي التراتبية فالأم لازم تكون قوية شون ما رح تصير قوية بالأساس أنت بتقويمها من نفسي مو معطيها حقوقها مو معطيها الطريق اللي من خلالها تنضج مو سامح لها بالتجارب شون هي بتأسس لك ولد شفت شون الدائرة طبعا نرد مرة ثانية على نفس الشيء وهذا الشيء رح يأثر على الجانب طب الولد في التعليم أنه رح حس أن أمه بس ساعات الأمهات التقليديات بس يركزون على الدراسة بدون ما يركزون ليش تكعد تدرس هذه الأشياء شنن مفيد وشنن مو مفيد فيش ترى ما لا معنى ولدي تركز عليها الأم التقليدي ولدي ذي أب درجة عالية أنا رح أخذ استحقاق وجدام الناس بيقولون ولده فلانة ما شاء الله متياز فعقلية تكون قاصرة ما تشوفنا لحظة ترى الانتياز ولم متياز اليوم احنا عالم عالم العمال الحرة عالم الشخصية شون أسس ولدي شون يكون عندي رؤية خطة شون أكون صار ما معاه مو ولدي بس يطالعني يلومني على شيء خلاص أنا أضعف لا طالع عيني بحيني وقلها لا أنت ما يصير تكلم أمك بهذه الطريقة وأشرح لليش أن هالشي غلط يكون عندي مفهوم مرة في أم شونه قالت لي قالت لي دكتور أنا مع ولدي طالعين كان يقول لي يما غطي إيدك إيدك من بينه وولدي عمره 12 سنة وأنا عادي هذا لبسي من زمان ما في شيء بالنسبة لي قلت له لو سمحت هذه حدود شخصية وما لك شغل قلت له بس أنت أمها تقول لي شوني يعني دكتور تقول ولا تقول المفروض الأم تكون قوية عندها حدود تلاقيه بس أنه عمره 12 ما يدي شوني يعني حدود ما كلمت أنت ما شرحت إلى المفهوم ما قلت له يما ترى اللبس ما يقلل من قيمة الشخص ولا يزيد من قيمته اللبس شيء معتقد خاص في الإنسان أنا كأمك أنا أشوف هذا شيء مناسب لي هذا ما لك حق أنت تدخل فيه كما أنا ما لك حق أدخل في ملابسك اللي هو واحد اثنين ثلاثة كما قال أينشتاين إذا ما عرف تشرح مفهوم كما أنك تكلم طفل عمره خمس سنوات معنات أنت مو أصل هالمفهوم ومو مستوعبه لذلك أنت لازم تشرح بهالشكل مو تي تحط له يعني النتيجة الرئيسية وأنا خلاص عندي حدود وما رح يفهم يا هشف حتى الأم فهمت المفهوم الحدود بطريقة غلط شون وصلتها له صح تكونين صار مما معه بس مو صح نحن ما يفهم ليش هو يتسوي جذي وفي نهاية شاف أبو يعلق عليك وأبو أنت ما واجهتي ليش هو تواجهنا لأن أنت يهم من فيش ضعف مع أبو فيش يونه ديناميكية فيصير الولد وهو يكبر ما يدرك شنو صح شنو غلط لا يشي ضايع لأن ما عنده الواحد اثنين ثلاث ما تي تكلموا واحد ثلاثة يرى ليها المو غبية يفهمون رح يقول لك مثلا أنت تشوف تعلق على مثلا عزيز تقول له لبسك ولا دشتاشتك صغيرة يرد عليك إذا هو عنده أساسيات يقول لك لحظة أول شي رقم واحد هذا شي خاص ثاني شي ما لك حق تدخل في هالأمور هو باني من طفولته أنا فيه وان تو ثري لكن إذا ما عنده أساسيات بيضحك ويمشي الموضوع يمكن ممكن يضحك ويمشي هو عادي وممكن يأخذك أشمره بس يكون داخلك قابت عليك ومعاجبك وش في هذا وتزعل عليه وتأخذها شخصي وتقطع علاقتك فيحسبه شفت شون الحلقات ترتبط بعضها ببعض جدا جدا زي دكتور بنختم هذا المحور فيه فممكن يكون السؤال المباشر اللي هو هل تواجه مشاكل مع زوجتك أو في زواجك أكيد أكيد أنا ما أشوف أنه في زواج متواجد بدون مشاكل بس أنا عندي المشاكل هذي نفس ما قلناه في البداية المفروض من الأساس ما تكون نسبتها تتعدل 25-30% مو مشاكل كثيرة لكن هي مشاكل موجودة ثاني شي كيفية التعامل هذا شون تعامل مع المشكلة يعني شون تصرف فيه مقولة قالها الفيلوسوف فرانس كافكا قال حق الفتاة اللي حبها كان اسمها ميلينا كتب فيه كتاب ممكن كامل كان يقول أنت السكين التي أنبش بها ذاتي والمقولة كانت مأثرة فيني حيل ليش لأنها تكلم عن بعد الحب الناظج يعني أنا مع زوجتي أكثر ممكن أكثر إنسانة ساعدتني أن أنا أفهم نفسي من خلال التجربة معها ليش لأن كثير من المواقف تصير أنا مفهمة ليش تتصرف في هذه الطريقة وليش ردتها تفعلها مرة مرة موقف فسيط أضحك فيه يايا قالت لي أنا هي عندها صداع نصفي أنا راسي عورني الصداع ذبحني لتقول خلاص الحين هي بش البروفين تقول خلاص يا أخي أنا مو مريضة عندك روح أصبت بروفين وبندول وغاذا وصلبتي أنا ما به الأشياء تعبت رأي من هالشي صدمة بالنسبة لي لأن أنا قالت مشكلة حل منطقي ما في خلل في القصة بعدها حلاص حاولت احتويها أراضيها تعالي طبعا حتى في الاحتواء أي أقعد أبرر لأ أنت قلت بندول وأنا يبلت أنت قلت راسي وأنا ما مزعلت ما قلت أنت مريضة شو خليتيها شخصي طالعني مفاهم يا الله على الأنسان تعبت أنا أقول صاهر أنت سيتت ما لأ شغل تسكت أنا ممستعب صج ممستعب أفكر أقول تابيني أطلع من الغرفة يمكن أخليها شوي وأنا بطلع بعد بتهدني كذلك ما كانت تكلم ممستعب ما بتكلم معك شن القصة شن هذا اللغز أحلى والموضوع بالنسبة لي عادي بين شباب مستحيل يصير واحد يقول لي راسي عورني وأقول له بندول وتحوش معي ممستحيل هالقصة تصير فأنا مممدرك يعني القصة هذي ليش قاعدة تصير بشكل ما هالوقت بلاش تستوعب يشوف الحين الدروس اللي فيها أول درس هم يحبون حلول منطقية لما يوني يتكلمون عن شعور خلها تتكلم لا تتعلق لا تدش يلا تونت فكس بسرعة لنه خلها شنو صاير عاسي شعورت شوني عورت تفهم من متى مبداية اليوم زين اش سويتي حق اكيد تعبت اليوم شوف مبين عليك اليوم كنتي ايه والله مبين عليك صح السيت فيني ايه والله مبيني كان لأني حتى شفتك على الغداء ما كليتي عدل معنانك مو ملاحظ ادخل الموض تصنيف المريح اللي تكلم لأعملي فتقول لي ايه والله زين لاحظت انت أنا صوج تعبان ونفسيتي شوي الظاهر هذا الصداع مأذيني تعالي حبيب تؤلمها احظنها بوسرات سانمعات شاءت حاتين يبقى راح يروح ان شاء الله بعدين يقول لي اذا محتاجة شي تبين شي تقول لي والله اذا عندك البروفين مشيت الامور كلها صح يسو ممكن لان طبيعتك كرجل تخليك تعطي حلول منطقية احنا طبيعتنا اصلا حتى من تنشئتنا هو مو بس طبيعتنا كرجال اول شي عدم وجود الهرمونات في التقلب اللي يصير بالاستروجين بروجسترون مع النساء اللي صاعد نازل صاعد نازل وهذا واي يلعب دور خصوصا نشوفه بالشباب اللي مثلا في النادي يأخذون هرمونات لما نياخذ استروجين جراء عالي يرتفع معا الاستروجين يروح فجأة ارتفع الاستروجين تلقاه يأثر على الجنس يأثر على نفسيته يأثر على طريقته ولاحظوا الان اللاعب في نفسيته الاستروجين اللي هو هرمون نسائي يروح يأخذ مضاد استروجين ينزل الاستروجين هويد يصير مكتئب متحبط تشين العراض موت الدورة على حسب طبعا صعدتها ونزلتها اهني بلشت لاحظه نلاحظه هذا الاستروجين صجخ يعني شي كبير بتأثيره على الدماغ وبلشت أدرس أنا حاليا يعني في تحضيري لموضوع خاص مع جستير في طب الأعصاب والمخ أنه أدرس موضوع نيرو بروتكتف أفكت أو الحماية من وجود الاستروجين في الدماغ وموضوع شائق صراحة مو موضوع عادي يعني ولا تأثير كبير نزل حينما نرجع القصة اللي سويتها معها حق أي رجل بعدين كم تشوفهم في الجلسات يقول لي دكتور هديتها بالغرفة علشان ما بيأضايقها احنا ساعات بعض الرجال ترحنا شي يعني شوفها هي بس عشانة نوضح مو بس هرمونيا تنشئتنا تلعب دور احنا بتنشئتنا ما نعبر ومو بتنشئتهم يعبرون عادي احنا التعبير عندنا عار عيب فشلة غلط ضعف التعبير عندهم بالعكس قولي البنت بتشي عادي البنت مضايقة عادي البنت خايفة عادي البنت متألمة عادي الريال اذا حسب الاشياء مو رجل فاحنا تشننا بالأساس يا شي برمجنا غلط انه وقت المشكلة مو المفروض انا حي مثلا زعلت عليك مو نفرض عطني خلق خمس ساعات بقعد شوية بعدين اتكلم معك غلط لانه اصلا خمس ساعات هذي بتخليك طول الوقت متوتر وقلق ويلا وش فيه ويا رب يكلم يا رب ما يزعم بس الوقت ما اقولك احنا بس محمد عطني عشر دقائق خل شوية اهدأ محمد ما يصر تكلمني بهذه الطريقة الاسلوب ما كان حلو ترع المفروض يطلع بسرعة هذا اللي ناقص عندنا احنا هو خلل فينا بس الخلل لانه على برمجة ولان البرمجة هذي جمعية فصار من حين تتلقاهم يتكلمون في السوشال ميديا طبيعة الرجل هو مو بالضبط طبيعة هو مرتبطة في امور لها علاقة في التنشئ ولا دور كبير يعني انا الحين اذا ابوي مشجعني على التعبير من وانا صغير مستحيلة سوي كذي اول ما زوجتي تزعل اول فكرة راحتيني خلها اول شي تعبر عن احساسها خلت تقول كل اللي فيها لان انا تشذية اصلا انا هاي طبيعتي كانسان اقوم ما تعبر احتويها كلمة احتوي انا هذا كانت تتحيرني قبل احتوي معناها ان تفهم اكد اللي هي قالتها واحظنها بس لا تعقد الموضوع زيادة لا تشرح اسباب منطقية لفعلك رد البيت متأخر ها ناسيني لا تقعد كنت عند فلان وبعد علان ونص ساعة كذا ونزلت المطعم هذا وهي تسمع تقول يا الله الانسان ما يفهم حبيبتي انت شنو مضايقة من شنو مزاعلة شبها خالة وتقعد معاه تعالي يقول ادري اش سويت انت بالوقت اللي بعيد عني وتكون رجولي يعني تفرض شوي نفسك مو انه ضعيف وخايف ومتأش انك انت تسوي شي غلط بس هي تحس انه معاك بالاحتواء هذا وتحس بالتفاهم وماكو تبرير منطقي في القصة وتعدي المسألة طبعا اي وقت هي تقول وخر عني معناه تقرب مني الا في اذا انت قربت وايد وهي صج يعني قاعد تشتاط قضبها اكثر اكثر بعد شوي رد مرض هوني هذه بالمراضات يعني وهذه الرجال ياخدونها شخصي عبارة مقارنة يكلمون صاحبهم بالدوام ولا صاحبة بالبدوانيهم مو تشذي هي بعد قالتلي وخر تبيني اغنك الرجل اكثر كرامة يقول اي كرامة تتفيك اعتبرها طفلتك يا اخي يقول يا الله والله ما افكرت فيها بهذا الشكل ولا اطلعت بباري بس هي ما تقدر يعني انا الاسبوع كامل قاعد سوي ليه كل هذا يتعلشان راجع بالليل قاعد شوي مع ربعي مستانس تخرب عليها هالطلعة بقول لي يا ابي مو هي بتخرب عليك الطلعة ولا عدم تقدير اللي صار اهم ما يحسون بالشعور اللاحظة ويحبرون عنه انت متحس بالشعور احنا انا حضيتنك بهالموقف ما راح اقول لا محمد عشر مواقف كان زين ما لاشغل عبر احساسي في الموقف فانت ما لاشتغل في عدم التقدير فيبدون يستعبون الرجال مع اي اه كي فهمت ان احتوائي والله دكتور تصدق يعني لما قمت ما اطلع من الغرفة واشد شوي سيليه خلاص تهرده تحس اني احبها وما كيتحط ببالي هالأشياء وانا حتى انا زوجي شخصي ما كيتحط ببالي هالأشياء بس شفت شون يعني على كلام كافك سكين امبش بها ذاتي من خلال تعلمت انه شون احتوي شون اتفهم ما الواقع شلون ما اخذ الامور شخصي النساء يعني او او اذا انت دشيت بأي علاقة عاطفية راح تلاحظ ان معاها احتمال وهايتاخذ امور شخصي لانهما انفعالهم باللحظة فعادي تتنرفز نش فيها تقول تلي طبعا اللي اذا تمادت وايد ممكن تقول لها لأ انا هنا خط احمر عاد لأ ما ترفعين صوتك بالشكل او ما تقطين هالكلمة الفلانية لأ انا ما اسمح في حدود مو نفسه ذاك اللي قلنا عنا اليوم في الجلسة انه انه ما يحط حدود وما يعرف يتكلم لأ في حدود بس اهي انت لما تكون راسم حدودك معايا راح تكون محترمة انه ما تعدي راح تضل على انت ما تبيني انت ناسيني خو طلقني خلاص قول ما بيت راح تضل على هالدائرة وعادي ترى ممكن تقولك لما تطلقني وايد مو لأنه صج هي تب تطلق بس متنرفزها منك قاث هاليوم تستفزها اي حتى تصون اشياء تضحك ساعات بالسوشيال ميدي تطلع الصج مبني على واقع واحدة دقتها لزوج تتلعنا بتهوت شننقول لها هرمونات ولا صج شننقول لها هرمونات قال اوكي يلا نبلش اوه الصج وهذا اللي شوف طبعا الشباب هنا عزابيات مدنا لكم استفزلي ترى والله هو شوف الشي القواعد هذه ثابتة يعني معي امرأسه اختك زوجتك ثابتة اذا تصرفت انت راح تتميز اصلا انا شوف الشباب لمن يقولولي انت من حاز المرأة قلهم انت لو تركزوهم الكتب ما لتي يعرف وجهك الاخر انا عززولكم اي انت لو تدرسه صح انت راح تصير من بين ثلاثة بالمئة من الرجال اللي يجذابين والرجل احنا الميزة عندنا شنو عندنا احنا بس نكون جذابين كشخصية بس اي بنت راح تكون انت وايد سبشل او ميز عندها يقولي واحد لا بس البنات يبون واحد ماديا وايد راه بقولي ايه بس هذا يبون عشان الصورة ما راح تحبه ما راح تنجذب له بس انت اذا كان عندك جاذبية كل القرب ملعبك لان انت بمجتمع شباب ترى يعني نسبة الجاذبية عندهم جدا من خفظة شفت هالتصرفات كلها تصرفات معدم نضج كلها طفولية تزعل عليه زوجته اهوي يزعل ليش هي يزعلانة تقولي يا دكتور انا حيب اروح اراضي ولا انا انا يزعلانة ولا تزعل يقعد يلعب دور الضحية اه انا كل شي اسوي لك وانا تدري انه انا تعبان ما احب الضعف شنو هاذا الاسلوب ولا تزعل يدخل هو بتعامل صامت اسبوع لان اهي يزعلانة فهو يعني شنة ساكت ما يتكلم هاي التصرفات طيح من قدر طيح من جاذب ايته صريح مع الوقت تحسنها شنو هذا انا مو مع رجل والرجال اللي تعلموا الاساسيات فرق كبير في العلاقات راح يصير لو بس اهو عنده هذي وان تو ثري فور فايف ومن خلالها راح يشوف يعني انت لو تدرس كتب الثلاثة بس هذي الثلاثة انت ما تحتاج يعني تعقد الامور ووايد انبسط لك وكلها من تجارب واقعية تعال اقعد مع اي واحد مربعك كله سؤاله عن قصتك سواء قصة عاطفية يحب واحدة يبي يتسوج ما تسوج اسمع بروحك راح تقدر تحلل الواحد اين ثلاث اربعة خمس وتدري شون نقاط الضعف كل سهولة وهذا هذا الهدف من وجود الكتب وهذه وهذا دعم للرجال وانا قاعد اقول الحين ما اقول رجال ما يعبرون من واحد يسمع يلا اشتغل على هالجانب بس ما اتكلم نصير مرأة في الحقوق ايه في الحقوق اكيد يعني انا بكون نصير مرأة لانه مش يمكن القانون يقول شي بس الواقع اشوف شي ثاني بنت مثلا عمرها 25 سنة ما تسوق سيارة وابوها يقول لها لازم تكلميني قبل عشان انا وديتش وردتش ولما بيوديها يمن عليها ويعايرها ويقط عليها كلام وذبحتيني ما ازل خوة خلاته ليش نسويها القصة كلها يعني يعني هذه امور تخلق كبت من البنت على الرجل سواء على اخوها او على ابوها او على زوجها وهذا اخر شي يخلق نفور اليوم البنت ما تثق في اخوها تشاركها في قصتها زين اذا اخوها ما شاركتها منه ما بتشارك بس زي دكتور هنا الان احنا عندنا فقرة فقرة هي عبارة عن اسئلة من اسئلة الجمهور نزلنا في الستوري عندنا في الحساب اي شخص عنده اي سؤال لدكتور او مداخلة ممكن احنا نطرحها هنا ونسمع رد الدكتور بتكون فقرة نوعا ما نطرح الفكرة ونطرح السؤال ومن ثم نطرد عليها بشكل مختصر هنا عندنا شخص يقول ان زوجتي تدعي انها تكتفي جنسيا مرة واحدة في الاسبوع حاط بين قوصين اللي هي عطلة نهاية الاسبوع وان لم يحصل تؤجر ايش تعليقك المشكلة هنا اهو قاعد يتشكل على رغباتها انه هو عنده عقلة خضوع اهو قاعد دعي اهي تمارس الجنس او تبيت تكون معاه في الجنس مرة واحدة في الاسبوع وكأنه تكتفي بهذا الشي وهو متماشي معاه من ساق ومتشكل على ما تريد فهذه مشكلة الرئيسية عدم الوضوح فيه اهو شنو يبيه شنو يناسبه ما يناسبه ما قاعد يوضح حدوده مشاعره زين التحليل واضح الحين انه اهو ما عنده شخصية وما عنده رؤية لتعريف الجنس واساسياته ان شلون مثلا الجنس فقط يصير مرة واحدة في الاسبوع واذا لم يحدث مثلا ممكن يتأجل لا هذا الكلام كله معناته فيه مغالطة كبيرة مفاهيمك للجنس انه ما فيه انسان طبيعته في الجنس إلا يمكن يكون قاعد يعاني من مشكلة او فيه شي داخله ما قاعد يشاركك اياه او يمكن مشكلة في راغبت اتجاهك فعشان يحاول بس يمارس معاك بشكل الزامي تفريغي وخلاص يعدي الموضوع وكثير من القصص ممكن تلقي الزوجة ما من جذب حق زوجها بس تسوي هالشي بس عساس ان هذا شي مفروض يصير او عشان لا هو يشك او تصير عندها افكار اخرى فيصير من باب الالزامية وهني معناتها مشكلة اكبر قاعد تصير بالحوار الجنسي بينهم يصير في حوار جنسي شنو يعجبك ما يعجبك ليش شنو الانماط اللي احنا تحبها ما نحبها ويصير في وفاق بكتاب عرف وجهك الاخر شرحت قسم جنسي كامل عن طرق التعامل وقت الجنس وامر يمكن ما حتى طرق لها من قبل واضح وصريح ومباشرة هذا شي مهم الحل للقصة انه هو لازم يواجهها يقول لها هذا الكلام انا بالنسبة لي مو منطقي ممكن يكون في شي انتي ممصرحة فيه ما بتستحيل ما بتخجلين بتعبريلي عن اللي داخلت هنا ايضا في شخص اخر يقول زوجتي حنعنا وتشيل بقلبها بدون ما تنسى وهالشي يخلينا احس انها نكدية وما اريد اقضي وقت معاها المشكلة الرئيسية هي انه اهيا قاعدة تشيل في قلبها معناته قاعدة تكبت عليه اتشوف لازم يعرف هو بالتحليل هنا شنو مصدر هذا الكبت الكبت يخلي الانسان يده شبح سرسية مفرطة نوبات غضب نوبات بكاء والمشكلة دايما انا اقول الكبت ممكن يقتل العلاقة الكبت يتعدل 50% الانسان يبدو يفقد مشاعر تجاهك طه في الستين وخمسة وستين ممكن يدخل بنفور كراهية بالسبعينات وفوق ممكن يصل مرحلة حتى يشعر بالانتقام والغضب ممكن يكون على درجاته فانت ما تقدر تقول اهيا تشيل في قلبها معناته انه في امور لم يتم الحديث عنها بالطريقة اليوم قلت لك اياها فيها احتواء وتفهم وتغيير للسلوك بعدها ممكن يتحس مهما تعيد عليك الكلام انت ما قاعد تغير الشي هذا فتصير كابتا وتظهر خارجيا لك سلبية ونكدية وتذمرية فانت تنفر منها في النهاية هذا بروح رح يؤدي الى دمار في الزواج انا في احد الاخوات تسأل هي تقول ان انا كنت سعيدة بحب زوجي الكبير وانبهار فيني ولكن من اول شهر يكثر من سؤال هل رح تتركيني ودائما يريد يكون معاي مشكلة هنا هي صدقة بالبداية ان انبهار واندفاع كأنه شيء وايد ايجابي بس ممكن من تجوف من ضعف في شخصيته وفعلا ظهر حب الحاجة بعدين لما يدش معها بتساؤلات تحبيني تبيني ما تبيني خاف من التخلي من اول اشهر معناته هو وايد عندها او لا امان عميق في شخصيته فهذه المشكلة هي حللت القصة غلط هي ما قاست على افعال هي من بداية استانست زوجي يحبني وايد او من بهر فيني بس بالواقع الانبهار قد يبنى على نقص وهو يمكن يخاف انه مش عيفها يحسن منه عد ليش او قاسها يمكن بالشكل يمكن بالوظيفة بالمادة ما ادري من العائلة حسب اهو في عقل اشيه افضل والنتاج ان ادخل معها بلا امان عميق فطول الوقت يسألها التساؤلات اللي تنفر المرأة من الرجل لندل على ضعف الشخصية فالحل للقصة انه هي تواجه ان هذا الاسلوب ماهو نافع معه ومحابة وقعد تنفر وانه هو لازم يعالج الموضوع مع نفسه وإلا الشيء ممكن تخليه يخسر العلاقة انا احد الاشخاص يقول ان من بدأت زوجتي بعمل خاص وارتفع مدخولها صرت متوتر وانفعل عليها واخاف ما تحتاجني كثير من الرجال ترى يعتقد انه اذا زوجت دائما اعتمدت عليه هذا الشي يشعره في الامان فهنين مشكلة اهو كان يشعر بامان مبني على احتياجها له وربطه في انه اهو طبعا مرتبط داخله اهو في عقلة نقص انه من داخل هو محاسنه بالاساس كان كافي ويمكن شعوره بالاكتفاء يا اي من انه يقدم لها او يعطيها او يسوي لها الحين لما انتغيرت القصة ويصارت مستقلة اكثر بلش يدش بمخاوف وبلش يشعر بغضب انه يمكن هذا الشغل هو اللي راح يخر بالعلاقة ممكن يبدأ انتقد شغلها ممكن يحاول يكسر مجادفها لكن في الواقع اول مفروض يسأل نفسه انا ليش انا قاعد يحس جبي ليش اشعر ان زوجتي يتقدمها في العمل راح يخليني في خطر ليش ما تكون مكافئة لي ونبني مع بعض ليش العلاقة تكون مبنية على الاعتمادية عشان يقدر يحل المشكلة اللي داخله ونازم يشتغل على شخصيته صراحة لان الوضوع يحتاج علاج هنا احد الاخوات تقول انه من بدأت افكر بالطلاق زوجي صار يحاول يتقرب من عيالي لكنهم ما حابينه بسبب انه شخصيته معاهم تغيرت وحاول يفرض نفسه ويلومهم على عدم تدخلهم بالاصلاح يعني الاصلاح بينه هو وبينها فايش تعليقك المشكلة هنا هي بدأت تفكر بالطلاق شوف هي قالت بدأت تفكر في الطلاق ويوم احنا تكلمنا عن انا مع اصلاح الفرد وليس فقط اصلاح العلاقة ان تم اصلاح الفرد اولا وكان في مجال لاصلاح العلاقة راح نتوجه لها اذا لا ما كان في مجال وكان شخص افضل الله ان يتطلق راح اقول لها اي الطلاق راح يكون افضل في حالتك النفسية انزين في قصة هذه المرة قاعد تقول انا فكرت في الطلاق دام فكرت في الطلاق في مقولة قالها دويستوفيسكي ممكن من المقولات الجميلة عند لما الانسان يحلل ويدرك سبب انفصاله قال المدرك ليس كالغاضب المدرك لا يعود لا يعود ابدا وفعلا انا شوف لما الانسان يدرك حقيقة الطرف الثاني وشنبعد شخصيته وظهرت احيان شوف بس فكرت بالطلاق ووضحت اوه غير سلوكياته مع الابناء وصار يتقرب يتملق يحاول يشتري لهم هدايا اكثر يحاول يقربهم من زيادة يمكن يلعب دور الضحية عليهم يمكن يشركهم في المشكلة يمكن يحاول يبتزهم عشان اهما يصيرون الوسيط معناها هذا الانسان جدا اناني ولا كان مهتم في علاقته مع ابناء عشان تذيب الابناء الابناء موقع بيه الابناء هما بالاساس انت تبني داخلهم شعور الامان والثقة والحب بالمواقف مالتك منهم صغار لما يشوفونك تذيب انت اصلا بعيد عنهم ما تسأل فيهم ولا مهتم فجأة تقرب مفاجئ مع هدايا معلوم يحسون من داخل انه ما نبيك واخر عنه ابعد حتى لو انت ابو بس انت اللي قاعد تسوي هذا مو سوي مو صحي فهذا السلوك اللي قاعد يسوي هو مجرد ممارسات بعض الابناء الاثكية يستغلون لصالحهم يشترون ويشترون اشياء بس يدرون من داخل ما فيه رابطة ما يكونون حب معا وهو يبدي لومهم انت ويش ما تحبون ابوكم ابوكم كلا يوانسكم ليش ما تشكرون ابوكم وانت طالع سلوكياتك وانت وينك عنهم ليه تلحين وقت اللي بتصير انفصال قبلها وين ليش ما قد موجود ما تتبهيهم لأجلهم تتبهيهم لأجل أمهم او ممكن من أجل صورتك انت امام الناس ممكن في بعضهم كذلك في بعضهم لا يكون صوج متعلق بالأم وما يبي ينفصل عنها فيستغل الأطفال كطعم في القصة زي دكتور احنا اخر قصة واللي هي بعد علاقة ثلاث سنين بانتظار وعودها بالزواج انسحب بسبب رفض أمه وتزوج بعدها بشهر من شخص ثاني شوف احني المشكلة يعني إذا كان هذا الرجل فعلا معطيه وعود في الزواج وآخر شي بعد ثلاث سنين انسحب وبعد شهر شهرين تزوج أنا ما أعدى مع الرجال أعدى عبد الطفل ليش لأن انت رحين معاها ثلاث سنوات بنيت وصار رابطة وثقت فيك مفروض يكون عندك مسؤولية عن الآخر يعني حتى لو أهلك رفضه في النهاية ما رح تتزوج بعد شهر رح تقعد رح تحاول فيه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة لأن البنت شاريتك فأنت المفروض تكون ورديت رابطة العاطفة اللي بينكم قوية فرح تتمسك إلى أن تحل الموضوع وهي ما هددتها يعني ما رح تقالت لها ترى أنا الحين يعيني ناس بيخطبوني يلا بسرعة تعال قبل لا يروحون ما سوت لها أي نوع من الابتزاز حتى أو الضغط النفسي بعض البنات يسويونها الضغط النفسي صجنة يكون واقع بعضهم لا يستخدمونها كتحايل بسي ما سوت لها شي الحين بعد كلها البناء فجأة أنت تكسر فيها نزل أحل هذا أنا أعتبره تعشيم شوف كلمة تعشيم لابن يكون الشخص خبيث يسوي تحايل عاطفي متعمد عشان أنا أعلق الطرف هذا فيني وما بتزواجه بالأساس بس أعطيه عود الزواج يكون نرجسي حيل فما فارق ما عنده أحساس بالذنب بس في ناس نساء هذا الشخص ممكن ما يكون ترغى يعني قاعد يعشمها بشكل متعمد وكن أروحها قاعد ما يقول لي يا الله دكتور شأسوي أمي رفضت وقالت لي أنا راح أتبره منك فقلت خلاص عشان أنساها أنساها تزوجت على طول الوحدة ثانية وشال مسؤوليتها الذاتية عن إن شان يكلمها في الموضوع شال مسؤوليتها عن إن على الأقل ينهي العلاقة بشكل سوي إن شال مسؤوليته إنه يواجه أمه ويقول له ما هذه حدود شخصية أنت أمي وعلى عيني وراسي بس هذا شيء خاص فيني ليش ما يصير شنو السبب يعني ما دخل بهذا كلها باحة بكل سهولة هني تختلف المسألة في واحد ثاني يكون قلت لك اللي يعشم بخبث غير عن هذا هذا هو غير واضح مع نفسه لشان أخاف من اللي غير واضحين مع نفسهم أكثر اللي يعشم بخبث يكون واضح وايد في يعني أول ما تقول لي البنت القصة يقول أوكي واحد ثلاث أربعة واضح المعضيات هذا ما يبي أصلا يكون رابطة حقيقية ومواقفة تثبت أما هذا مواقفة تثبت لشانك أنا بيكون رابطة حقيقية فجأة يصدمها فهذا اللي يكون غير متوقع لأنه غير واضح مع نفسه لأنه ما عنده حدود حتى مع أسرته طف الله شكرا دكتور حساب الدكتور بتكون موجودة تحت في صندوق الوصف وأيضا رابط الاستماع للحلقة نشكر أصدقائنا في النجم على تسهيل كل أمور وتصوير وأيضا أصدقائنا في بودكاست محفوف وبودكاست انفراد نشوفكم إن شاء الله مع الجزء الرابع الأسبوع المقبل إن شاء الله برفقة دكتور يوسف الحسني كونوا بخير ومع السلامة